موسيقى 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 اذا كانت الخطوة موسيقى حسنا حسنا مدعاب الموضوع حسنا حسنا مش كل الكلام يعني الكلام اللي يقول علي إذا كان رأيه يقدر يقول أنا مختلف في الرأي حق يعني يقول بس أنا ما أصدق للكلام لكن أنا ما بلازم أن يكون كلامي هذا يعني إذا قلت شيء مش لازم أنا ما بمعانك نصصه ما بلازم أصدقك ولا شيء بس أنا هذا رأي وبرضو العكس صحيح لا ما بل رأيه هذي الف بي آي جسد تحقق لأنه في كلام كثير يقول لك إنه من مارس أنا ما بلو مصدق مستحق انت تتكلم إنه الف بي آيه صح إنه حققت يعني حققت طلعت ما عندها شغلة الف بي آيه مادرسيا واحدة منهم مهما ما عندهم مشكلة هذو واحدة من مشكلة لا لا خليك خليك للصور حسنا صرف هذي قديمة بس تود طعت على الباب الكراكرد يعني حسنا واحد من ال.. ما هي هذو اللي يشتغلون تحته لها اسم أمريكي ره نسمي قملي اللي هي بروتيجي بروتيجي مالات تسلا اللي يتعلموه من تحته عشان يصوه نفسه يعني طلعه ويقولون طلع ويقول انه اهو من كم مره من قبل قم يقول له ترى من مارس او يعني هو بعد هو اهو قال انه من مارس اهو برضو مخبار وفي ناس كتيرين من اللي اللي يروحون فيزت لألاب في المختبر قالوا انه قالوا انه من مارس لدرجة انه وصل كلهم من ال FBI و ال FBI ستتحقق انه من مارس والقصة اللي يقولها انه اهالة الحقيقيين وهبطوا في أوروبا مدروين كانوا ساكنين عائلة ديك تكسي كرسيدس الكلمة تتعرف في الجران الكلمة السيئية السيارة الطير يقول لك هفطوا هناك وعطوه تسلا نفسه وننسيت اسمه بالضبط العالم سيارة تسلا وعطوه تسلا تسلا عائلة تسلا جابوا الفضائيين لهم العائلة تحقيقية جابوه العالم ناس تسلا وحطوه هذي العائلة تسلا اللي كانوا في عايشين في أوروبا وقام يقلون لهم روحوا نيويورك نقلوا لنيويورك وراحوا ونقلوا لنيويورك ويقول لك هذي يبرر يمكن ذكاءة لانهو تادري شاسم العالم مارس هناك ذكاء خارج تسلا هو ترى يعني انا عارو بس هو المنطقة يعني برده قال انهو من هنا يبرروا مادري يحاولون يبررون ذكاءة لانه يعمب إنسان لا انت علي بس اذا واحد انا ما بمصدق الكلام بس هذا يقول لك انه شي غريب انا اقدر اصدق ان الكلام ذي قاله اهول انه قد ما يزيد العلم قد خلاص مخك يبتر خلاص يصير يعني بالماينس يلترقى فوق بعد يضيف تطيح الوهم الجنون والعلم خط واحد اوك فهذا كلام عن والهامر وكان ضيف ما يكون شغل ما يكون البروسية ماهو الأول من العالم الحيوان عالم الحيوان الذي يبقي تنفيف ادسن اه ادسن ما هو التنفيف معروف انه هو التحق حرامي من الخير يعرف وصطات في الحكومة وعندها في حكومات ويبوغ يبوغ بالنساء يقولون انه طبعا هو ذاكي بطريقة خارقة تسلا ولا يركز مع البشر مشغول في نفسه من عالم ثاني من فضائي جاي لك بيرفع الستاندر التكنولوجيا لانا لو انه ما بوجود تسلا وينها هلا وينها هلا وينها الفضائيين وينخلطت وبره المارس ازيد يكون الشعر به تجد من قبل كم شهر هذه السؤال في كلام طلعوا هي صنفة قديمة بستوه الراجع من قبل كم شهر ان في علماء كثيرين هذولي تارخم يقول لك الحكومة اخذتنا شغلنا جرح فضائيين هذولي في ايري فتوان من الاخرى بيطة هذولي يقولون ان من الاف السنين من يوم كنا اللي هي نياندرثول وديلي من مئات على ايري قبل الافلوشن هذولي فضائيين جاو و تعرف يقول لك The Devil's Dance من جابوها هذولي الشيء كيف اقولها لك طريقة نظيفة فهمها كما مع البشر فاحنا عندنا يقول لك DNA فضائي منين من فضائيين فالافلوشن مالنا في DNA فضائي انت جيب لي واكتشف وعلمني ان انا من انت تقول اشياء انك مش موجودة انت انا اعرف انا اكلمهم اهم يعني انت انت الان يعتبر مكذب و بصدق كذبتك هذا بالراحة روتلون يعني انت كذبت البداية و اخترعت اشياء على الكذبنا بس يعني وصلت بعيد و انت انت دقيق كان البداية موردنا نصدقها ايه كبدا انا ترى ليش قاعد يتكلم عن هذا امس و تحمست و داخل ردت كيف تشون؟ و داخل فورشان لا داخل فورشان و ردت فضائيين امس لماذا ما جيت ساعات اخرى جات لي تعبت نفسيا لكن اكمل الان ماهو اشياء ثانية ماهو اشياء ثانية ماهو اشياء ثانية اه فيه سلام كالله يقول لك الحين في راشيا في الصين في امريكا و يجالسين يصوون هومن ايليون هايبرد عندهم دياني هومن مع دياني آليين و يمكس طيب اشان ماذا يحوووا مرفع لك و انا ماجي ساعات احنا ليش نمي بروفالدك انا اشتابي توصى لي و يشابوني يصون له شوني ابي البشر كدوا بعد من ام الدعوة ابي بصير عندي فورتير فورتيرة في مخي ليش مخك اكتاب من فورتير اش مدريك انت مخك او بديقيس لانه لانه قول ابديوتي و وار زون حاجة منها كبيرة مصار 250 حسناً حسناً قاعد تبدأ من البداية وهم بدأوا من البداية عندهم مخهم ومش هوا راحوا بعيد من شلال نتوقع حين بدأوا من البداية حين مساكت انك مصدق انك فضايين بالفيديو هذا مرض ما قلت فضايين قلت انه هذي شي غريب مركبة غريبة يعني قلت لك دولة عندها طيارات خطيرة جداً ما ندري عنها طيارات حبية بس الشي خطير الجذبية ما تمشي على روزه برافتي ما علي ما علي شوف علي حسناً حسناً ما علي شغل حتى في الحكومة اذا قالت ذا الشي في فيديو الحكومة في الدنيا في مكان وذا الشي في مكان ثاني انت إذا انت بتصدق الحكومة في كوكب فضائي انت ليش ما صدقتها من قبل ثالث شهور اسبوع الجا بينزل لقاح كورونا أو اللي بعده بينزل لقاح كورونا ذاكي البنتاجون روسيا ما طلعوا من نفسه وتكلم قلب الشهر اللي راح بينزل نفسه ما صدق بوتين ما صدق هذا بس هذي الفيديوهات قديمة هذي الفيديوهات قديمة جدا نفسهم الطيارين في طيارين كثيرين طلعوا قام يقلون صارت لنا شغلات بس ما نطلع نتكلم يقومون يغلطون علينا ويقومون تعرف يقولك يفصلون يقولك اه انت اللي تشيف فضائيين ويقومون يستهبلون عليهم فهم يقولون احنا نشوف شغلات كثيرة غريبة ما نتكلم نخاف نخاف ان يغلطون علينا نخاف انها ما قدر أرقى مرتبة خاف انها مفصل يجي لك آب اخر ابيض كثيرة كل ناس يطلب طبع مو فيديوهات كثيرة طلعت تطير تحت الماء تطير فوق تطيرون شغلات غريبة شكلها شوية مثلث شكلها دائري شكلها أشكال غريبة وهم يقلون نحنا نشوف نوهم كثيرين طلعوا بعضهم تطلعوا معهم قبله يقولك انا ما ادري اذا فضائي مفضائي بس انا اللي شفتها الطيارة اللي شفتها طيارة مهو الطبيعية دعي تبيردي انا بس ايش انا برجع احنا ليش العالم كله في جهة والاشخاص اللي يتكلمون عنديش في جهة واحدة زلزال يصير الاخبار كلها تتكلم عنه زلزال في الارض زلزال في الارض دزايرك من بره وجاي يستعرض بطيارة حقتها العالم كلها مبره ليش تخيل انت مية في المية قانوات الخبرية كان كلها تغطى ذالشي صح او لا؟ هذا الشي بسيط لا قطعتهم كل القنوات قطعتهم كل القنوات على الوقت اللي طلع الفيديوهات اه كل القنوات الاخبارية تويتر كان ينترس حين يمتلي اذا الشي اذا الشي واو يكون مرجع لنا ان العالم كل اصنين صب على ذالشي اذا كان صحيح الان اذا الشي صار كان لديهم الحكومة كانت عندهم اللي هي حق يوفوس بعدين خلوه ام بيوز ام بيوز ام بيوز ام بيوز ام بيوز ام بيوز ومخدرات مع إيلان ماسك وهو بوب مارري هناك مجانين كثار فغيروا دفعوا ملائين عليهم لدرجة أن الحكومة بعدها سكرتها دفعوا من المال دورك ماني أو شي كذا من البنتاجون عندها فلوس دورك ماني هذا هو طب سيكرت ما يكتبون تروح يعني إذا عندهم طب سيكرت يعني يقول لك والله ديلي فلوس دي دورك ماني راحت مكون فلاني مانا دي عشان ما حد سرعي ندربة كرد عشان يطوروا السلح معين أنا ووجهة نظري في ذو الشي في الأشياء دي الحكومة لها مدة طويلة لا ما تكلم أي حكومة؟ أقبى حكومة في العالم البنتاجون أقبى دولة في العالم كلها في الأخبار دي البنتاجون الحكومة شفت من الحدود تجيلك من هناك على البحر إلى البحر هنا ومن كندا من فوق وتنزل حق المكسيك دي الدول اللي هنا عايشين فيها تسوي نفسه إن هي العالم يعني أنا بعرف هالفضائي ذله ما يدل إلا أمريكا في النزول جاء هالنزل في كل شال فضائي ذله ما شف كرار ريش كبرها في قصص كثيرة من دول ثالي ليش ما نزل في نيجيريا ليش ما نزل في نيجيريا كلهم ميتين من العطش والله شوف أشياء يسونا هنا إنه نحنل عندهم حصريات شوف الفضاء ما مدلل كلها غدا ليش لأنه جاي يشتريوا غايفون بس إنه تحس إنه في الدنياتهم إنه نحن نسوي أحس إنه حتى السنين يقولون شال البقارة اللي هناك ديلي خلنا بس نطور ديرك بس آه شوف وصل عندهم هذلك خلاص يعني بس حلو يعني في الأشخاص الله يشغلهم في نفسهم وتسوي أشياء ولا إنك تسوي شيء بره خلك إن جالك حطة فلوسكم جاستدوروا عن اللي يغيرون بس لا تفجروا من دول فالي جاك دينا سعور أوكي كملت بس انت اشتغلت بكرا أنت بتشوفها أوكي وصلت مارس ولا وصلت أهيواني عطارد ولا ما تشتمهم كمل خلك في مكانك كوكب ولمرد أحس إن العالم ذلي قاعدين نسوين فيه خلاص يعني أشو إن الحكومة كان نفسة الآن عصلا إيتهدره الحكومة يعني ما راح يسوون في الأخبار حين وليت عندي القناوات الأخبار هنا يعني بصير شي بيتكلمون عنه أشو إنما يتكلمون لإنما قصة هم يعني هم المشكلة المشكلة إن هذي كانت سالفة كبيرة بس ظلعوا الركض في الكريوات مرت مرارة يعني يعني تعرف الأخبار يطلعون لك الأخبار والله الوذر عشرين اليوم مدرو الشوء أشوف فيديو احتمال طبائين ما فيه ما فيه ليش مابعا الاحتمال في بعض الأخبار أقدر أنا أحطها وأنقلها وأنا موش مصدقها يعني فيه تغريدات في التورج كنصاوزة كده أنا أقدر أجبها في كغناة وأقول إن كده صار الاشي بس أم مني أصدق وهو نفس اللي يجي يتكلم طلع طلع ملامح وجه عرفت شلون تحس إنه حتى هو مش فاهم يعني مثلا 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 ترجعون حينك فيديو مثلا نبي محمد مسلم نبي محمد سعودي نبي محمد سعودي الرياكشن حق محمد العرب في ذلك الفترة في نفس الفيديو يعني يوم قاله النبي محمد سعودي تحس إنه هو هو غلط في الكلمة بيقول إنه في الجزيرة العربية بس إنه حتى هو يدري إنه غلط يعني أحيانا تقول أنت الكلمة أنت في وجه يقول أوه قلت غلط أنا حس إنه بس بتكمل نفس الحركة عندي يعني واحد تعرف من ملامح وجهة في بعض الأشخاص ما هي بيطلع ملامحة فيكتب في تويتر سو فيديو نلو بس أنت ما تقدر صدقها أنت تحس إنه قابلوا مع هذي اللي طيروا الطيرات سوهموا قابلات معهم يطيروا طيرات؟ اللي كانوا طيارين في ما أعلم الله شي يسمى هذي الجيش اللي طير عندهم في أمريكا ما معا أعلم شي يسمى هذي الجيش يطير؟ هذا الحق الطيارين اللي عندهم أمريكا وش يسمونهم أدولي أوكي نكمل اللي في لديه الملين لجعت سوهموا قابلها حك من واحد منهم شكوات؟ نفس الحركة كلهم يقولون أننا نشدنا ونخرشنا ونفذالي شغلات غريبة تعرف اللي يقولك أنا طيار في العسكرية لعشرين ثلاثين سنة ما مرة شفت أي شي طير سلاح الجوي يعني أوكي بس حلهم مثلت برمودة مثلت برمودة ترى ما هو شي كبير ما هو شي كبير في شغلات كثيرة تصير يعني عاصير وظالي في البحر كلها بس في نسبة شوية زيادة تصيرت مثلت برمودة نعم نيل دقرون تايسون نيل دقرون تايسون ماذا قال؟ دق علي لما فضائي عزمك على عشا حلو ده عالمي لالآن ما بعد يبتر مخ طلع تكلم عن الفيديوهات لماذا على طول تنقذوا فضائين؟ لماذا لا يصير دولة عندها سلاح جديد؟ ماذا قال؟ صلاح صح يقول من يصير شيء على طول فضائين؟ لا الرجل يعني خطير جدا وثاني شيء هذا اللي صدامه هذكر كلمته هذي صداماته يقول تتوقع يقول تتوقع لو في فضائين لأنه ما في شيء سبيل في الأرض أن ما يصير في أي فضائين أي مخلوقات 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 في دول في الكواكب أخرى بس اللهم يعني راندم ايش سمونهم؟ راندم صارت وصار عندنا اللي هي ال اللي هي البيكبين وغيره انفجار بس يعني في نسبة كبيرة لنا تصير في دول مجرات ثانية في باشر هناك في باشر طيب لو الفضل يقولك إذا صار في كواكب عندهم القوة انهم يصفرون يعني يجون عندنا هنا يجون يعني مرون و سيرون باحتمال كبير انهم يجون يطلعون في الأرض وشوفون احنا يقول حياتنا وشوفون وشوفون التك اللي عندنا وعلمنا وما يدي يقول لهم خبر يقول لك بيطلعون فيك نفس إذا انت تطالع في حشرة وانت قاعد تامشي تدوس عليها وتامشي بتطالع في الحشرة بتقول لها تبيتفكر اش تحس الحشرة عندها أهل انت ليش انت هنقلت ان اهم اهم يكون ادكا مننا او ان عندهم التك يعني اي اننا إذا جاوا وصلوا لعندنا جاوا من مجرة ثانية احنا ما نقدر نطلع من مجارب طيب ليش ما جاوا من زمان يعني لنحن تك حاجة ما وصل لو يقول لك اهم لو عندهم التكنولوجيا يصفرون ما نادر احنا يقول لك لو عندهم التكنولوجيا يصفرون لو عندهم يعني هم عندهم لو في أحد عايش وجه فضائي مثلا قدروا يصفرون مثلا مروا على الأرض شوفوا الذكاءنا والتقنية اللي عندنا نعتبر يعني اندفالب مقارنا بهم فنعتبر حشرات قدامهم يمشون هدوهنك مفرقت يمكن يجون يستعمرون اهو اهو في بعد من ذا في عالم ثاني امريكي القديم في عالم ثاني امريكي القديم قام يقول اذا جوا الفضائيين اذا جوا تقنيات من كده يقولك لو جوا عندنا الحياه مبطير حلوة انت يعني بس ان ان يستعبد الانسان الثاني هذا الانسان المخلوق بيجي و بيشقلون عندهم بس انت بس انت بس انت نصير كبن الناس بس انت بس انت بس انت نخلص الموضوع علي لا 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 حق فضائيين يقولك الارض ريالي سيبي شب بس عجب واقع واقع عجبني انا مرني راسرين راسرك ذلك اللي راح الفضاء العالم ش قلت اسمه تايسون العالم اللي قم يقول انه تايسون عالم ده تايسون تايسون كنم ملاكم ده عالم بواحد ثاني اللي قم يقول اذا جاوا شوفواننا احنا قغبة منهم بواجد ما بدي يقولوني الخبر والثاني بعد اللي قولك دق علي اذا اعزمك فضائي على العشب بس خلال صح حين ماذا الموضوع الثاني نتكلم عن الـ EV الـ همار شوف دقيقة خلني كون وقعين علي انت قلتلي كلام قبل شهر غير الكلام الان عرفتلون اول حاج يعني ما بس انت قلتلي انا قلت حتى لحد محمد القحطاني يوم جهنا يوم زلنا الكلام الان رجعت وقلت ايومان صغير كنت احب الـ همار السيارة صغير كل واحد كان يحب الـ همار اوكي بس اول انت ما تكره يعني الان تكره ايه اوكي تكره الان بس انت صغير صاحة السيارة ايه فالموضوع حاجي اش توقع الـ همار اول شيء ما مر مر علي واحد يسوق همار ايه ومر مر علي واحد يسوق همار ودم رجل عاقل اوكي اوكي كم فما انا مادر ايه ايه اذا لا انت لا وصلت لمرحلة لا السامعين اذا كانوا مثلا نقلك عند احد ان بهامو حسبنا غلط علي اذا انا معرف الله والد عمك ودخبتك ايه 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 انت انت نفسك عمي ما مر علي ما ممر علي إذا عرفت آن يصير خير خلاص أنت مالك شغل في الأشخاص اللي قاعد نسلف معهم إنتعلي وصلت لمرحلة مدني شلون أنت ولد عمتك عم أبوك يقول لي عمي بو سامي الخواجة بل جي بنا لدى سامي همر عنده؟ ما عنده همر خلاص كممم ما مر علي إيه كممم وهم ندقي من يقول لك أنا لا ما بغض على الرجل كممم هذا عنده همر ورجال كبير وعم أم أبوك وكل شيء مع بعض كده مرر رحمان البحر نجلس عندهم هناك كان عنده المرسودس أكثر شيء مش المرسودس غديم 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 مرر لا أنا ما عرفها ما مر علي أنا نجيب لك صور معاه جالد ما ذكرك أنت صغير كمل كمل ما ذكرك أنت صغير واجب لا بس في أشخاص أشوفها أنا عندكم قاعدة أنتوا اللي تحبو سيارات انتوا وجهت اللي تحبو سيارات عندكم في العلامة في العلامة يعني العلامة تدخلها فكرة الإنسان معاك 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 شوف تنسون هذه المرحلة توصلها خلاص معاك اللي عنده BMW ويد القشارة كلهم اللي عنده فورد ما ديش اللي فيه ولا ما توصل حق ذا المرحلة أعرف أنك أنت يعني يعني الحمدلله أنك ما عندك القوة في المجتمع وصلت أنك تقوم تتحدث من الشيء في ناس مخدين السيريس في ناس مخدين السيريس صح صح في ناس مخدين السيريس نفسي أنا يعني مدعابة هي عندك BMW مد قشارة ما تعرف سوق بس يعني مدعابة يعني ما بصج يعني فيه يعني تأكيد كثيرين عندهم BMW سوق انت وصلت بس وصلت للمرحلة انت بساعد قلنا ما عنده همر ما مر علي ما عرفت واحد أوك ان شاء الله تعرف المستقدر متخانقاني مع الجار انت لازم انت ما مر عليك لازم انت تتغير المجتمع اللي عايش فيه أو ربعك يعني مو عندهم همرات تغير عشان تشف الناس رح الادوهم مش في المجتمع مش اللي مر عليك يعني رح الادو اصادق ناس عندهم همرات عنده لا بس انك تنقي لاشخاص وتنقيهم على شخص ومش على سياراتهم عشان اتغرنها ايان ما روح دور اه والله عندك سيارة خوي متتغرنها لا عشان تغرنه اي بس تغرن الشخص بال أوهو المهم انت كم واحد مر عليك انده همر تراثه كلهم مش كويسين عندك كلهم متخنقيا طيب ما هذا ما ما يعتبر انك تقيس على الهمرات حين خلاص لا 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 انا ما روح حق اللي عنده همر رح تخنق معه لا بس انت اوكي اذا سوى شي رعي الهمر طبعا انا روح انا بتدل ان انا بتدل ان ما عمري شخص سوى شي غلط مثلا وش رح تشفت سيارته ولا شفت عزكم الله نعاله عشان نطلع في الماركة لا لا انا ما متخنق معاه وشوف عنده همر انا دايما متخنق معاه انا انا نقام مع الدرية عن السيارة وان اب ظهر اني رأس على دورية انا امام السيارة ال front أفستنع حس حسناً، ما مشكلتي هنا مع الهمر؟ نرجع مع الهمر وارسكين وحظت اما برمز دور وشاشات والاشنوان ولم يدخل بها بره ولا بشي ممنهم داعي وإذا عندك الهمرات الثانية تسوق عدل إذا عندك الهمرات الثانية تسوق عدل معناك لو انك شاريي لك Jordlot وكان نبرك لك على ذاك الوقت بس تصير عندك همر وقالبة السيارة يعني ان يصل على هذا كذا كنا اكزيبت ما اخذك برنامج ماله طيب ليش كلهم مرفوعا واسعارهم كانت غاليا عذاك الولايكتنا خلاص يعني شوفوا الهامر كما يشترونهم ذي الكرداش ينزم الكرداش البطرانين وادولي راحوا بعد نزلوا ونسخ غالي ونسخ غبيه سيارة يعني ما بمرة فهيه ما تدفع لها اسعار شار فهيه ويروحون يقطهم في خربيط رفاهيه وقل لك يا الله شارهم باعهم باعهم على الدلوخ هذولي يا مرجع ومرة ثانية يا مرجع علي دقيقة ما علي آسف عن الكلمة قل بس حدة كلامك اذا شفت العصبية لا ما بعصبية بس عصب عصب باحترام بس قل اللي بالكلام مكمل كمل مرة ثانية يا ايوها الشعب كمل يا مرجع ومرة ثانية الحين مبدأ الماركتنج ماله مبدأ على اساس الهامر ترى السيارة ممتازة خطيرة يعني بس ما بدأها على اساس الهامر ما بدأها على سعر رخيص وفروض ما بدأ عليها انه يعني مثلا يقولك تشيل وتحط وتحمل وتدخل وفروض ولا تقولك ذا على طول بدأوا فوق فول لاذر اللي هي الرليس فول لاذر كولنج سيت طيب طيب أوكي كولنج يعني سيت كولنج ومدروش وخربيط ومواصفات كثيرة وشغلات شغلات حلوة بس هذي بتجده بالناس اللي بيشترون هو يبدأون بها افرود معناه سيارات افرود هذا المشكلتي بعد مع اللي عندهم جيبس لأن اللي عندهم جيبس علي انت ما تتكلم عن مواصبات السيارة حين بتتكلم عن عن المشتر المتهدفين 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 موضوعنا السيارة طبي موضوعنا نتكلم عن البشر استغفر الله ليش الله حطيهم قيامة ما علينا نمد الشيء آسفين يعني على ايش كده ونرجع على ثاني استغفر الله طيب كما سيارة 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 من فئة الاي في جديدة يعني مستوي بالكاتوغريز حقها بلا يقدرون يعني بيقومون لون هيقدرون يسوونها لاشيارات ثانية بتأكيد بيسوون بسيارات ثانية بس ان على الروم الموجود في السيارة اي اذا صارت يعني السيارة شفية رفعة كبيرة فتقدر يعني نحطون دابل اذا كنت يعني نازلة في الارضة هذي بتصير اصعب ان يحطون يحطون ممكن باتوريز هذا تقريبا تسعمائة وخمساتين كيلو متر طبعا هذه الهدف مالهم هذه تقريبا تسعمائة وخمساتين تسعمائة وخمساتين تسعمائة وخمساتين يجبوني تصير هنوارك حلو بطير عالضا شوية أعلى شوية نزل شي كلا طبعا هذة الباتريز الفول هذة اللي هي الرليس نسخة ثانية بتصير باتريز أقل وارا دول موتورز قدام وان موتور أكي لاكدفرانس تخلي الكفرين يدورون في نفس الواجس إذا أنت دفرانس ما تقدر قفله فدول موتورز الخالفي بصلهم يخلونهم يدورون في نفس الواجس الفرط الكفرات فرط الكفرات هذة الموجودة بس ما ندريشان يطلعونها قانونيا ليش ممنوع تسق السيارة كده ما رح تطلع سيارة يمينة يسار بس إن الكفرات حقينك يفترون عكس عشان ساعد ماذا سيارات موجودة في سيارات كده بس مبله الدرجة هذة درجة حادة واجد ما دير مشفت لك الواجد لا 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 على جم تبشي تمشي على جم بزاوي كده أرفع 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 كمشي كده على جم ما في سيارات يمشون كده ما دري ما انتبه لها الشي فس أنا شفت اللثة بس هذة اللي شبتها طبعا جي ام عندها وسطات في الحكومة عندها لابيست ما لابيست هي من الناس اللي يعني التقنيات اللي تتكلم عنها تقدر تنزله تسلا عندها مشوكل مع الحكومة وذي لي بس دي لا كسيارة كشركة قديمة وستابلشت وعندهم الابيست في الحكومة وكل شي فيقدرون وطلعون قوانين يساعدونهم مدززون قوانين لهم وش عندك بعد ثلاثمين ستين درجة كاميرات كاميرا تحت تحت كاميرا تحت مع ايقولك حطينا في مكانشة ما تتنكسر مع لانزكاب وبيعطوناك لانزكاب لانزكاب لتغيرهم واتتو فريدومز حرفيا تصير WTF حسنا فبيعطيهم ثلاث قوانين من صبر الستين سريع جدا المدينة المدينة تغنيات تصير المدينة المدينة وانش انوار و شغلات كذا تعرف لي لازم استستمر هذا خلاله ما ادري يمكن لا توقع تشبك الويرات من واره يصير بهم لانا الاكزوري اللي حباء السويشات تشبك الحار والبارد و الطفي و شغلات يمكن تشبكها من واره في الشاشة تفتح يمكن حار وارد كيبالين حق شن هو اكزوري حق ونش مثلا هذا شيء مبربج يكون في السوكتوير بس انت شبكه و خلاص يشتغل اوكي بس انا اقول او ان تشبك اوكي انا اتكلم عن شيء طبيقي شيء عادي كمثلا نقولك سويش سويشودي نيسان ليف نيسان ليف عندها قطعة هذه سيارة هاي بتشحنة مقدام عندها قطعة فيها انوار عند الوينشيلد قدام اذا شبكتها تشحنتناور بس بس الجيب الهامر عندها الهيدلايت مالينة عشان تعبية فشلون خطيرة يعني مرفيعة وهذه ممتازة جدا سيارة كسيارة افرود وسيارة تحاول تسوي اصطابل ممتازة 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 لا ممتازة بيشترون لا علي فيه اشياء واجد في المجتمع اشتريه بس اشانا نشري يعني انا اقدر اشتري السيارة بس اعجبني شكلها وعجبني الالام حقاته انا اكولك كترين كترين رابرس بيقومون بيش نصورون جنبهم شكل حالي يعني فيه اشخاص كثار في المجتمع عندنا عنده الشي اللي ما يحتاج هو عاجب هذا الشي عادي شي طبيعي يعني و وحالحاجة هذا الشي ما بمفلا زر طبعا هي هذي النسخة الرليس بعد سنتين اي اي بس نسخة الرليس ما بعد سنتين سن الجاية واحد وعشرين واحد وعشرين اوكي بعد سنتين بيقومون نزول النسخ الارخص عليه ثمانين وستين وتسعين الف النسخة هذي بمئة الف دولار مئة الف دولار هذي ماكس كل شي هذي غالي يعني اي غالي يعني مئة الف دولار غالي بس غلت طلع هل بتغيرها بسيارة الثانية اللي موجودة حين بنزين وترتفكها بربعمئة الف ريال بخمسمئة الف ريال وهي جيب ولا شي بس ليش ما ارحم الى اغلى جيب اي وص من خلال سوق تسعين انا مش على المتجيب يعني مثلا في سيارات ثانية انا معرف حق السيارات ولا عرف شا بس انا شب اسمع مثلا لكزز كم قيمتها؟ عند المئة الف مئة الف ثلاثمئة اربع مئة الف توصل لاندو تتكلم انت دولار لانا تتكلم دولار لا ايه اوكي يعني نفس القيمة اه الاكسس ريفر عندنا مئة الف مئة الف وخمسة عشرين شيء كده شينها ما يتأخذ مئة وخمسة عشرين مئة وخمسة عشرين دولار عندنا هنا اه اوكي فشي طبيعي انا انا معاوك انا جالسة قرنها باسرع SUV يعني الملك الحالي اللي هي جيب ترك هوك يقريب جران شروكي ترك هوك ترك هوك ترك هوك ترك هوك ترك هوك ترك هوك يعني حرفيا ما تقدر تدخل بها افرود من الناس الواجب فعني لو تدخل علي افرود لازم تعدل علي من فلوسك بس هذا يعني يناطح يجيب ترك هوك ويدخل افرود وسوي كل شيء فشعره فشعره يعني عدل فيه اي بصير على البولبور كله هناك يعني خلاص اسعارهم يعني اوكي حلو اتمنى بس يستخدمون الناس شون يشتعل المعنى دخلون افرود ما بلازم ان يخش انا شارت السيارة خلاص موجودة عندنا في اشخاص يشترون السيارة ما يدي يسوقها كيفه تشراها وتركها هو صح اتمنى يشترونها عشان يشتغلون في شغلته لكن انت مو بلازم تشتري السيارة علشان انت ما تحدد شغلي بسيارتي بكيفي يعني صح هذه السيارة مصنوع حق الشيء لكن هل لازم استخدمها هنا اللي تشوف عندهم من التركاتش كثيرا هل يحطون فيه شيء في الحوق هل يتفكر هنا اتكلمك هنا هل يحطون شيء في الحوق بس عاجب لا يترك يبشي فيه كيفه حتى انت نفس عدية اغلب الشياب عندهم هايليكس وهدولي بس 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 عاجبني ذي الشكل بس لو بتكلم كده بفتح موضوع كبير في الأشياء كثيرة والله يعني انا لو اني نفسي بكون اخذ شوي اعلى بمثلا اجي الحق واحد من الشباب ليش تشتري انت عزوبي صح ويقول لي ما عندي الحق من شباب اني عزوبي بس بقول لعزوبي بقول لي ليش عندك في سيارتك ثلاث سيارات ما لك حاجة فيهم ثلاث سيارات ليش ثلاث سيارتك محط لحد مركب احد ورا يعني اذكر واحد من الشباب ورا الباب حقه قام يطلع صوت ما مرة نفتح الباب الورا كثير ما يفتح الباب الورا ليش شاري السيارة ما بكثير عليك خلك اشترلك مطور دباب اشترلك ليش انت ما عليك انت بي نوصل حق المرحلة داي نوصل حق المرحلة علي في مراحل نقدر نوصل لها مالها داعي في كل واحد وحاجتها بس انا عجباتي ذي الشي انا ما فكرت اني عندي ثلاثة يعني في اشخاص الى الان عندهم سيارة عائلية وهم اصلا ما عندهم عائلة ما قدر اقول لهم ليش شارين السيارة عاجب ذي السيارة يمشي به بس فحاجة الانسان غير عن ش اللي يحب او اللي عاجبه بس ضيئ في ستراكز كثيرة بعد في في النفس اه سيارة انا شوف انها تراح تجد او لا رح تكون دافع حق الشركة الثانية ان يروحون اول حاجة السيارة الصحة عندها جديدة رح تطلع الاسم حقها طبعا حرفين ترا لو هم يعني ما لهم دخل باسم الهامر القديم يعني حرام حرام اسم الهامر شوف في شيء في عندك ورقة رابحة كانت عندك اول وقتالتها حلو انك ترجع حلو انك الاسم ما لي من الاسم حلو انك ترجع و تدفز هذا قدام ترجع يعني في اشياء ان الشيء اذا مات بس تذكرا رح ترجع تشتريه يعني مثلا انا الشيء يعني عجبني في البثلا السويتش اللي ما لعبت فيه خدني شوي فيه فيه كراش اللي رجع القديم عن كلون موجود عجزة هذي يعني انا عارف بس شيء ترجع تشتريه تحس فيه اشياء يرجع تشتريه يعني تخيل انك اشخاص مثلا اوو اتذكر مثلا الابوي عند ذيك الفترة ذيك ذيك الشيء عجبني اذيك مات بس ما هم ما قدر اشتري حين ذي الشيء مثلا يعني كلمك بذره ادرقحت اونا ذيك اليوم تكلب معه عجبت السيارة لكن ما مرة قال لي يعني اصج عجبتني ذيك الفترة بس ماما قال لي انه والله سيارة فيها المستقبل بيشتريها بس عجبتها يوم غيروها الحين يوم سيارة المستقبل لازم تكون هذي الشيء شفت الفئر اللي كان بتجيبها وقالها لازم تكون زي كذي الشيء ايه لازم فتخيل ان همر حين او السيارة ذي نزلوا فئة نفسها ايه سيارة ذي شلوا اسم الهمر ما رح يقولها الكلام نفس السيارة مثلا حين ذي الجديد اللي نزلوها الـ EV بس ما سماه همر مرح ملقطة واحد يبي يشتريها هين راح عليهم انا انا عن نفسي ما بتمسك بعلامة همر بقوة بس لو اني متمسك علامة همر بقوة خاصة اني يعني انا بس في الصبرادات بس ما في الصبرادات همر لو انه لو اني مثلا يقولك رجعوا علامة الفايبر حطاها اني نكتب الفايبر حطاها في سيو بي تنقلوا بالدنيا حطاك عندك انت عندنا عند السرادات حطاها انا عن نفسي بافصل حطاها حطا لو اني يقيرون شكله و يسونا شيئا بس الاسم بس الاسم بس الاسم لكن ذي السيارة انا ما بجذب اقولك تنقلوا بالدنيا حطاها اتكلم عن نحط المخط حطاها حطاها المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة حتى حتى الوب اسمه هامر سياره هلوه خطيره ماهو يقولك شي بس حرفيا الحين انا وخايف من الكاهرات خايف من اللذاتك وانو صغير شفاطي الكاهرات لا لا سيارات الكاهرات ما فيهم صوغ ما فيهم محسوس what تتوقع انت علي في فيئة من الناس لا لا صد يعني الكاربايز كلهم توقع في فئة من الناس يوم نزلت السيارات ما كانوا يعجبونهم ما في صوت الحصان كده يطلع تحس انه في ناس في ذكير كانوا ذكير يعني انتو بتنقرضون نفسهم فكرك لا تنقرضون خلاص يعني نادري انه موت يعني قاعد يموت جلسي انه تمسك فيه لآخر لحظة بس اوكي فتمسك في المش في المستقبل يعني تمسك في اشياء اللي في الماضي حلو كمل نتمسك فيه لآخر لحظة بس خلاص بعدها نادري بنا بنروح بالروح يعني انا بالتأكيد ما هو بيقلب يعني فل فل الكترك مئة بالمئة الحياة كلها الا على نهاية عمرية اوه انتو محاسب حصابك يعني 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 يبيله مثلا 40 سنة قدام 40 سنة وفل الكترك يصير 40 30 سنة قدام ما بنهاية عمرك قدام لا انا اوه انتو محاسب مثلا لا والله حتى 70 سنة يعني مثلا اذا بتوصل عليها مثلا وصلت المئة مثلا اكثر باقي بعد ذلك مثلا علي توق توق 80 سنة يمكن لا مثلا مثلا لغدر الله يعني بس يعني الاشياء العمر لو اقول لك يعني نعطيك العمر افتراضي حني والمكسيموم الحق الانساني يعني مثلا المكسيموم الحق الانسان اللي حين نتكلم عنه مثلا وصل 100 مثلا انا وفوق المئة وشوات لا مئة نادر بس احنا التقنية تتطور الاعمار الانسان قامت تزيد برضو قامت تصغير نا مئة نتكلم عنه 5G ما تغير تعيش انا اشوفها اغل انا اشوفها امكن 20 سنة اقل من 20 سنة برضو السيارات السيرات ما بتكلم العالم كلها السيارات في 20 سنة امكن اقل من 20 سنة بتتحول كلها الكهراء كلها كهراء لا انا اتوقع في 20 سنة السيارات بتتحول الكهراء بس بتصير يعني مع الرينجينكستاندر كده أنا أشوف هناك اللي هيصير مكينة بنزينة صغيرة جدا عشان عن الحاضة نقلبت الدنيا صار بنزين بدل الكهرباء هذا الـ i3 الحين الـ i3 IBMW في نسخة فيها رينجكستاندر رينجكستاندر مكينة مطور صغيرة تعبيها بنزين وهذه بس احتياب انت تمشي على الكهرب وهذا يزينك تقريباً ستين كيلو أنا أشوف بعدين راح نوصل لحق مرحلة البتري نفسه راح يتطور بمراحل ما نحتاج شي ثاني يمكن يعني تعبي الباق صغيرة وشي قلبة صغيرة بطارية تكون موجودة لحق العمر في الثلاث مفصولة عند البطارية الرئيسية هذا اللي تمشيك الوقت المحدد راح تتوصل حق مقارن هذي فئة من الأشياء اللي نسويها مدلاً قدام يمكن بعدين السولار سيرزو تصير أفضل وتعبية السيارة من نفسها أفضل الشوارع وال وارداناميك راح تكون أفضل كل شي راح يشحن لنفسها بعدين راح تنسى انك راح تشحن شيء موجود عندنا شيء صح بسيطة بس ان هذا التفكير البسيط اللي وصلنا على مثل القلم تذكره اذا ما نزلها بالبطارية لازم تركبها حالي سنتين نسيت انها في بطارية حالي انها تركبت بطارية انها تركبت بطارية انه يشحن انه يشحن الكبازيتر الكبر انك تشحن يتم معك تساعتين مدرساعات ما تدع عنهم ما يسمونه هذا اللي هي سوبر كبازيتر فايدة ما في كامل ما ادع والله بس انه لا توقع بطارية ليتيم توقع ليتيم اللي فيه الحجم ده كله ما راح يكون لانا فيها ثلاثة نوع فيه الجاف العادي نفس القلم اللي عندي وفيه اللي عنده كبازيتر في الجوال انا سوبر كبازيتر مستحيل دي راح يقوا في الدقة دي والسلاسل عادي ثلاثة اربعة سوبر كبازيتر ما اتوقع انا باتري حتى حتى يعني احفاظا عن الباتري يعني موت كبازيتر السوبر كبازيتر اللي عندك ثلاثة اربعة خمسة ما راح يطيب لك ساعة شوي عشان تشحن كله عشان يشحن فل يعني المهم فاااا انا شوف ان المستقبل كله عشرين سنة اتوقعا بالنسبة لي ما قلتك عشرين سنة هذي اللي حق السيف صايد انا قلتك يؤه ما راح استغرب ان اقل من عشر سنة ما راح استغرب ان اقل يمكن من عشر سنة وانا نوصل حق الكهرب السيارات اتشفت العالم كيف حين وصلين له كيف تل السيارات او شركات الكهرب الشركات السيارات انا كيف كيف تفكر فيه كيف كيف تفكر انه ما عطي يعني وقتها كثير على الكهرب يعني كله سيارات الجريدة اللي بتنزل يعمل فيشيوه اوه كهرب ما قبل نستغل لا لا الحين قمت تكثر نسخ الهايبرد ونسخ الكهرب من السيارات نفسها يعني الحين اغلب السيارات اللي موجودة في السور اغلبهم فيهم نسخة يعني ترم لفل هايبرد وفيه ترم لفل اي بي وبعدها كده بتصير اقل يعني بتصير بتأكيد قبل ما نقلب بيصير غير بيصير النسخ اللي هي السبورت بتصير اللي فيها بنزين اغلاع شيء اللي فيها تصير مكينة بنزينة صغيرة مثلا اتوقع في النهاية هناك نهاية نخلاص بعدين بيصير بنزين سعر غالي جدا لانه بنزين بيصير كالنه ريسنج فيول مايعبونا اللي سير مايعبونا البطرانين مايعبونا اللي عندهم بغاتي انتم تمسك الى الان بغاتي في المستقبل تتنفس لا 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 انا اقولك ان كذا البنزين بعدين العادي في المستقبل بيصير مايعبونا اللي مثلا البطرانين اللي يصير مافي السيارات الغالية وارجع اقولك مرة ثانية انت نفكر ان في المستقبل في سيارات بتنصنع تبقى سيارات خلنا موضوع بصير لكجري اللي البنزين بصير لكجري بصير ما توقع ان في التطور يكون الغديم تلقجري سير في الشي اللي قدامي يعني ما توقع ان يمنزلوا السيارات وقاموا من اللي يسوق حصان عنده فلوس متأكدان من هذي بتر مادري بنوصل سلم من سنين اللي عبو مزين هذي بطرانين احسن نبي هذي الشي اللي ماييبو نشتروني يعني الشخاص اللي بتكون ذيك السيارات الطايحة يقولك اشتري بنزين علشان عاجل ساعد للمدرش انه واسوي هذي اريح نفسي كهراء لا هذي سير في السيارات متأكدان بتصير حرفيا لا اجري اللي عبو مزين اللي عبو مزين اللي عبو مزين لا دفاع ادري 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 اقولك اذا اللي عندهم سيرات قديمة والبطرانين جدن اللي عندهم السيارات مثلا بقبة أنا احسن ستاصرندل سيارات كنصر ستاصرندل هاي بروت راح تنتهي الهانزين بالنسبة لي 100% نتغير موضوعا شوف الموضوع الموضوع الثاني اللي عندك حق بسببه هالا صار AMD AMD مع الجي بيو حقه مع الجي بيو مع ريدي او بيقنافي شالا صار شالا بيقنافي الحين اول سنة حرفيا منولات AMD قامت رجعت في الجي بيوات ورجعت في السبي وات ما تبينزله الجي بيو؟ الجي بيو هاذا بينزل الشهر الجاي باقي عندهم اغلى واحد ارى نسخة اللي هي 6900 6900 هاذا المفرض ينافز اللي هي 390 او 3090 اي بس ما تفقع بيجي بيو اتفقع انه بيصير نانو مبعد النون عن هاذا هاذا حقوا ديت لسن الشهر الجاي هاذا تغريبا بيصير تحت 3090 بس متأكد انا ام متأكد انا اعدي حساس كبير انه بيصير احسن من 3080 هاذا بيصير المفرض يقارنون بال3090 بس بيصير احسن من 3080 و و 6700 يناطح 3070 3080 يعني المشكلة ان ام دي السن الراحت يوم نزلت نسخة رخيصة من طبيبا 5700 اكستي ما لها انفيديا نزلت الكي او بس الكي او بس على ذاك الوقت كانت على نهاية عمر اللي هي نفس الجبيوات بلينهم فالتصنيع ارخص وكل شيء الحين هم من بيصال نعمون كل شيء غالي ما عندهم قطع ما عندهم شيء ما يقدرون وفرونا فما يقدرون ينزلون اسعارهم الحين وما بيقدرون يردون بسراعي ممكن بعدين بينزلون اسعارهم قدام بس انا اللي متأكد بس انا اللي متأكد بس انا اللي متأكد يعني انسخطاني جديدة ايه ايه انا اللي متأكد اذا بنزلون سوبرا او تي اي بلازم يقفزون قبز قوية لا بينحشون حرفيا هذا اقول لك الردة تفعلها كيف ردها لحق ايه بينحشون بيسوون شيء قوي جدا جدا نتكلم احنا عن نفيديا ما بجلس نتكلم عن انتل انتل نرسي فيديو طفت عليهم الكهرب في المكتب وجلس هين حرفيا يسوي كابيان بيست قبل ما يطفي اللابتوب عشان يسوي الجهاز مرة ثاني المعالج مرة ثاني بترد بقوة ايه جلس انا قاعد يكلم واحد من الشباب يمتو قوله قاعدين اي ام دي اي ام دي قربت وجلس اتناطح بعض الجيبيوات احسن قم يقل لي الحين من ثرتي ناينتي ما ببهو احسن قم تقول لي قم تقول لي احسن و بالتأكيد ام دي ما بتقرص الصلاة قم تقول لي يعني ام دي احسن بس قم تقول لي اذا سعره غالي والحلو ان مبهو الحين انها حرفيا طائزة ام دي الحلو انها جات ام دي فا ام دي لازم تحس تشعر شيء ام دي او انفيديا لازم تسوي شيء تب ايه بتفجر الدنيا هذا احلو حاجة وتنجز 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 صاحية الشركة هذا احلو حاجة ان يكون في منافسة لانا اي شركة في العالم مجم منافسة مراح تتطور ايه من نفسك تفتر تسوي لك شيء واو قدام هذا اللي صرف انتر لازم هذا اللي صرف انتر وصرف السوني بعد حتى انت من نفسك لو ما في احد ينافسك انت مراح تطور انت خلاص انت التوب هو ما في احد تحت بس اذا في شخص ينافس في شخص فكر فشيقول او ليش ما فكر بالشيء تقول انت هو يفتح يعني الحقي جهة ثاني كلا فا اوكي واذا كنت مع احد تخص ب ب55 ايه ثانيا كان هناك جديدة مع اسم 3 كانت الاصل في طريق الامر واذا كنت مع السمارت داتا سمارت داتا اتو لا نبلا في تقنية جديدة حتى ان تحول الكاش وفي لان اجل الشيء ماذا بإنعات او اجل تقلل انتكلمت معك عن هذه تقلل السن الأغر ان ام ام دات تسوي الانجيب وانجيب وخلت تسوي شيء امتر ممتح الانجب ويصبح يكون لديك مفتاحاً إذا لديك راديون ويريزون في مدربورد يعني الـ latest and greatest إذا شاريت CPU مثلاً من شركة وضعت GPU ما الشركة؟ عادي، لكنهم لديهم ماكس باور ماكس باور مودمود يعني يجيب لك تلف سوى الأرجون بس إذا حطيته هناك قولة ترى إذا حطيته هناك تغريباً 1 إلى 2% يعني أحسن يصير بداية البداية وثاني شي إذا صار عندك نتجاهز لأنه فيه جيميرز كثيرين قموا ويحاولون يعني AMD من السنة اللي راحت ويقبلها فإذا كان عندك نتجاهز الموضوع طيب، يعطيك شوية باورة ننتقل موضوع مستعدة شنهو هو الرابع شفت التطبيق مع سوني تطبيق سوني اللي قلت لي عنه أنه خلوه ما بوبسايت هيا خلوه ما بوبسايت خطير حسن سريع ممتاز هيا خلوه هيا خلوه هيا خلوه صار على كل الاتفورمز على كل الاتفورمز نزل عندنا في الاندرويد وهي ناس كتستخن في الاندرويد كافل وهي من الفرق؟ فقط الدكس تحت كان فوق هنا، لا نفس لا، نفس أذكر أول فوق الخيارات و أبل تحت أول 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 لا، أول كانت فترة أكثرهم فوق لأنه على فكرة ستيف جوبس البداية لا تضعون الخيارات تحت نحن من الخيارات تحت فوق حتى السلايب يتفتح الجهاز لا تجعلونا اي موضوع اي موضوع لأنه الأول خيارات كلها فوق بس الشي الما بشوف هنا أوكي، معنا بحطينا فوق واجد ليش دقيقة ليش الأبيض هاها مشكلتنا معاك وهذا الخط مايروح وي الاصل كان يروح لا، ما عددك سيروح لا يمني اي مان يروح لكن هناك شيء يجب أن نضغط عليه ليس جديدة لكن هذه الأوديو تستطيع أن تسجل أوديو جديدة الآن تستطيع أن تدخل عليهم و تستكلمة جميل الشيء الحلو الآن التطبيق لأن إكس بوكس لها مدة إعدادات و تنزل تحت PS4 إعدادات إعدادات على بسفاك هذا موجود الخيار لا يحتاج حسنا هذا يجب أن تعمل تعمل كمرة تعمل تعمل كمرة تعمل كمرة حسنا و تعمل كمرة تعمل كمرة تعمل كمرة حسنا ما نسواها الحركة وحركة الآن يعني تقدر أنت هم استغني أنا نعرف بس أنه حركة أنك تكتب تجد تكتب الإيميل وتحط الباسورد وتدخل هذا وفي يعني اللينك وفي تشتاء مشترياتك من هنا وكل شيء من هنا هذا الستور موجود تشتري تحمل الستور هنا طبعا الستور هو ملك لا 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 لازم تعطيهم أه هم لازم نكتب تعال يعتبر صفحة الستور نيت ستور نفس أمازون وغيرها لا بس طبعا الستور numera طبعا الستور Nancy كانت بطيئة تطوع وقط تفتع المتصف أنا أخذون لن أنت تكتب لنه Actually أعطي من الضوء منتاز ممتع survival تحضر و تحضر و التحضر ارجو انتظر المطورين ما راح يجلسك مطور يجلسي يسوي لك برنامب اللعبة لحق سنتين ثلاث سنوات وتروح تنزل الجهاز جديد ما راح يقدرون هو التطور هذا هو التطور راح يتم الانسان اللي بيشتري بلاستيشين يجلس مرات ثلاث سنوات اربع سنوات اشان يدعم اللعبة المبارمجة بيشسوي اللعبة يجلس سنتين ثلاث سنوات عشان يسوي على اخر كونسولت موجود عندك الان الشركة تنزل واحد ثاني معك 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 هذا يكون تطور في وقت بيع الجهاز بس بعد سنة خلاص شي قديم لا بس هذالي كسوفتوير وشغلات يقدرون يساعدون اي 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 صح انت تقول ما احب الهامر مساعة صح؟ ذكرتني بشاي شاي الصورة حقتك عندي يعني شن هو كانت تذكر ان توايتوني بتذكرها الى كونتكت عندي بنешلته ولا بنشالته كأنك انت حدافتها ايو والله انت حدافتها انت حدافتها من انا كراهة انا اكرههاة خلاص او الهامر كيف وصلت لدى الصورة؟ مادري كان من الهوتميل الهوتميل القديم مالي كنت انت حط صورة تامر الصفر وخدته وحطيته طبعا هذي البورتشيزيز تقدر تسويه هديما بس الحين أسرع ايه بلايد هذي اللي لعبتهم هذي كل اللي لعبتهم و هذي البورتشيزيز هذي بس شريهم هذي شريتهم لعبتهم أو سيدي أوكي هذي شريهم بس مالعبتهم؟ حتى لوني مالعبتهم أنا أملكهم لعبتهم ولا مالعبتهم اهمت؟ بس هذي ما كنتت شريهم مالسطور بس هذي كنك لعبتهم بس هذي بس هذي لعبتهم اهم شنك تملكهم هذي تقدر توايها قديمين بس هذي نحسنوها هندكم حركات ان تشتري اللعب وتهديه شخص? تقدر تدخل تعطيها اللي هي دولارات دولارات ما خبري اللعبة بس الهدف ايه بس هدخلت صفحة فوضة ما هب مسهلين الموضوع طي من انتقل في شئ داني دي هاش في الهيستري من انتقل في شئ داني برنامج هذا دمولود على الكونسول هذا ما شوناهم ما يبين ما يبين نادر المهم انا المفروض اذا تحط على رست مود لبلايستيشن مالك ما تضبط معي واجد بلايستيشن فور مدري ليش بس الواي فاي سيكس اذا اضغط على رست مود على طور ما يحمل انا نادر تضبط معي يعني انت برا ولا شئ دي قدر تسوي ده حاجة حلو شي ثاني عندك في بلايستيشن اذا خلاص شركة سوت بلايتس شركة؟ شركة طلعت اسمها بلايستيشن 5 بلايتس اسم الشركة مش جديدة طلعت بلايستيشن 5 رفعت لها وين ذا الانزم الشخصيه ذا الشركة ذا بلايش لا لا كلماتهم سوني وغيروا وشاله بلايستيشن 5 تقريبا سوت بلايستيشن بلايستيشن او شي كده سماها غيروا اسم الموقع مالهم شركة اللي من خرطة في الاسم داخله لا لا طلعت جديدة بس اللهم حق البلايتس اللي من يصار حق البلايستيشن ليش ما تريد تطور الشركة ايه قصد اكنا ما بتقدر تسوي بلايتس ليه 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 ليش بس بتجس انا بلايستيشن وثاني شي ما يحتاجك اذا تشيل البلايت ايه اذا تشيل غاطع انت من يصار عندك دي براينتس بتكد بسون سكنات اوكا عندك سبري ايه ايه انا خلاص شلتها انت تقدر ترح مكان تفعل هاتف عندما تكرر تحت توقيت كلاك نعم عندك لا لا ل اقولك انا تقدر تفعل تحرك لأيه يوما نعم دافتود دي تقريبا الجهاز ما نعطينا جهاز تقريبا شت wenn اسكنن اللي حط اسكنن لأ اسفد من برا حسنا لنا سكين من تقريبا تقريبا ان سنوات احركة من دخل انه بضل شفتها حلو اه يعني تقدر ترجح تقدر تقريبا انت تقريبا ان تقريبا انت تتشان طبعاً هناك الكثير من شركة يقولون شكلها بواق لان بتأكيد ما عندهم بلاي سيشين فايف لان الشركة طالعة قبل ما يعطونه وزيعهم بلاي سيشين فايف وكيف تدري المجرمات وليش تدفع فلوسه الحين تشتري طالع حين بدي نزيل هذا الموجود عندك الحين الخبر الكاسح الكاسر المتفجر الخبرين الخبر الأول الـ HDMI الموجود في بلاي سايف الـ HDMI في هايف ليست بألترا هايف الـ Ultra-H speed يعني أعتبر 2.1 وفي أصوم هايف 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 يعني 2.0 2.0 فالحين شركات الهاتف تحولوا تكلمون بلاي سايف ولم تردت بلاي سايف الـ HDMI 2.1 أو الـ HDMI 2.1 قلت أنت في هذا الأوقات لدى ذلك وما تردت سايف لذلك حتى قصة نمت كدر حلو فيش لها حلو الحركة المساعدة تنزل في ستورة علانات أنه ينزل في برنامج حلو لكن لا أعلم كيف تفعله لا توقع كيف تفعله لو تضع الـ Airplay لا توقع الـ Airplay هو نفس الواجهة في صفحة جيمس وزاوي في صفحة ميديا ميديا ومتفلك ومتفلكس وغير تقريباً تستخدم هناك رموت بيعين مع رموت يجب أن تشتريه الآن لا تشتريه عائدة رموت تركي فارغ وتلف وخلاص كلها له الميديا يمكنني أن تقوم بشكل كثير رموت التفي لأنه حرفياً يصبح حلو كجهاز ميديا يعمل 4K ميعش انهرت الـ Ultra HD انا اذكر الشباب هنا وانا برضو يشكل اليوتيوب وكل شيء بلاستيشن يجلس يشتريه بس عادي عنده احنا اولا في الدبانين ما كان لدينا سمار تيلي يفتح التطبيق من البلاستيشن وخلاص اليوتيوب وخلاص تشغل من جوالك او انك تختار الفيديو من جوالك وين وصلنا؟ بصير حلو جهاز ميليا في كل شيء خاصة اذا صار HDMI 2 وانا اللي فيه عشان اذا بتركب شغل سيديوات بكل فيه تاندربولت اس بي سي لا تاندربولت اس بي سي اذا قد تقول ايكس بك سيريز اس اه سيريز اس ايه قد تسمع كل ميزة عديدة رديان 2 لماذا؟ لأن الآن في كلام ما أخرج سوني تتكلم في كلام يقول لك أن سونيا بدأت تسوي قاعدت تسوي على الاردين اي ون بعدين درت أن نتحسب تغريبا بالإكس بوكس أنه بتسوي على الاردين اي ون فطلع الكلام أن الإكس بوكس بتسوي على الاردين اي 2 فهي قمت تسوي على الاردين اي 2 وصار عندها هايبرد ما بين RDN1 و RDN2 RDN1 و RDN2 والRTX قديم اللي هي التك لحق الريتريسين الهارد ويرتريسين قديم وهذه هي التقنية اللي هي داتا ستريمين للجبي وهذه هي خاصة خاصة بها لا تستخدم الستاندار بس كاستخدام أكثر أشخاص يقولون في باستيشين 5 هاي في بيكون أفضل هاي كالعاب مالعاب والشغل ما شو لنا لأن بلايستيشين فكروا شلان فكروا سلام كالله كل كونسول جنريشن الكنسول ساقوى السن الجنريشن الروح ترى الكنسول تكونوا كويسين المشكلة الكبيرة اللي فيهم كان اللي هي السيبي وهذا البطل ناكينج مالعاب الكبيرة على وقتهم طبعا حتى على وقتهم كان البطل ناكينج يعني البطل لو انه بس عندهم لو انه بس عندهم لو انه غلوه زواد وخلوه اس اس دي وحقوه معه السيبيو هنا في الوادم يعني ممتاز جدا بطير على ذاك الوقت لان حتى على ذاك الوقت السيبيو مالعاب كان معفل ما السنة هذي الجيبيو والسيبيو ممتاز فالآن الكلام حقك ديع ديع اه معروفة يعني قافزة لازم يسرقون بس اهم جيسوا يفكرون يابون يحسنون اللعب نفسه اللي تنسك أنت يصير أحسن اللي هي الكنترولر تصير اللي هي الهبتيكس الصوت تصير أحسن مايك حطه فيه ما تحتاج تستخدم مايك تاني كل شيء مهرض يكانسل حط الحبات وكانسل صوت التيفي نفسه الصوت اللي تسمع ما في قفصة صوت كبيرة في الأوان الأخيرة فهذا سواء انجين تمبس موالم حق 3D ساوند انا معالي كلمنا على شيء بس احين كقوة اي هذا باب من الأقوى كقوة اكس بوك سيليز اكس ماه بالاس كسرعة كسرعة بلايستيشن SSD أسرع كجيمز بلايستيش عندها حصريات كثيرة اكس بوك شرط استوديو وات بس ما بعدي يصير شيء نتكلم احنا في الحاضر منادر على المستقر هذا الكلام اللي انت قوله على الأخبار المبنية الأخبار اللي اللي تطلع لكن في الواقع لازم انتظر ثلاث سبيع عشان نعرف كل شيء ما نقدر راح نتحكم اذا جاك الجهاز وتعرف ان تحكم لكن الآن هذي كلها أخبار يعني الكلام على الأخبار مش على الفعل لانه ما بعدي يوصل عشان نجا ما بعدي يوصل ثاني شيء يعني سوني نفسها مردت سوني مردت ما قالت انه RTX مثلا Tech ما لهم قديم ما قالت انه عندها اللي ه RDNA 1 و RDNA 2 في نفس الوقت راديون 1 و راديون 2 فعلا تشب واحدة ما قالت ان الHD ما لها قديم في شغلات كثيرة الحين سوني ما بجاء تتكلم واذا ما تتكلم سوني الناس بتأكيد يشكون انه حقيقي 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 يعني سوني مبين عليها الحين يمكن صاكت انه بتفجر شيء احن فيها اجهزة نزلت لحق الرفيور اللي موجدين في الوتيوب طيب هو اللي قدر يقول لك شنه كمواصفات لانه بلايستيشن قالت له ما تشقله وتحطه في ذا بس تتكلم عن مواصفاته عندهم عندهم agreement معاهم أنا عارف كل شيء بس انها ما يطلع الجهاز عندهم هذي هاذي اسمه الاغريمت لها اسم معين مادر عنها بس انهم انها انها لا في اكثر من فك في يعني في الاول ان هذي اللي هين بوكسنج بعدها بسرع ان يطلع عن الواجب ايه خلاص تكلم عن ايه في تواريخ عندهم معين بس خلط بس انت السكشن اللي بتتكلم عنه انت حين او ان ان هذي الميزة وهذا القطع ما تشينه خلاص ومن نفس الجهاز نفسه ذي تكلم عن الشيء اللي برا يعني هذي الاسبيكس حقي الجهاز ده وصلنا لها وتكلموا عنها كونه حين ايه ثاني شيء الاكس بوكسات البلايستشينات اللي انرسلت هذي خلاص هذي الريتال فرجن يعني نسخة البيع اكس بوكس بعد ورسلت الاكس بوكس اللي هي الريتال فرجن بس في شغلات كثيرة شغلات لازم تهكر الجهاز عشان تعرفه بيق نابي اردين او اردين اي تو ما تقدر تشوفه خلاص في شغلات لازم سوني تتكلم نرجع لحق عالم ثاني عالم تبي انت الارقام ولا شيء ولا عالم الشغل انا اذا جيت لعبة صار واو قافزة شقلت لي مواصفة تلقات ليه سوني عنها هذا اللعب يعني لازم نستنى جيمز لازم نستنى شغلات وسوني تطلع تقول ان مثلا جبت البلايستشيشن عندك وشقلتها وشفت كل الكلام اللي قلت لسوني عدل كل الميزات اللي موجودة عدل لكن هاردوير طلع شيء قديم مثلا هذا الشيء مؤسف حاليا لا بس للمستقبل للمستقبل المستقبل القريب خاصة ما تدري نعم 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 انا اقول ان الفرق ما بينهم البلايستشن 4 نزل لتحديث ورفع رفع وان تير فلوب اول من 2014 نزلوا لتحديث ورفع وان تير فلوب لكس بوكس بعد سوى نفس الحركة هذا الوان تير فلوب ينزل تحديث ويرفع له خلاص يعني هم سر عندهم تحديث ويرفعون نعم البوكس بعد سوى نفس الحركة لا أفكر البوكس مع البوكسات سيريز اس و سيريز اس خطيرة جدا ما بقي شيء تصير قبل اللي سوى البوكس إذا فتحتها مربوط محطوط فنوس وفي فوندر مدارة وترفعه البلايستشن 2 بعد سوى نفس الحركة ما فكروا فيه ما فيه ما فيه هاد السرات الحق هما البلايستشن 2 رح اضوناها في سوى نفس الحركة ما شوى علي قاعدين دقنا الجهاز ما ما ذكروا البكيجن جديد ما فيه شركات ديه اكثر ما حد افترها ترا فيه اي شركة كانت اللي ممكن الشركات البريطانية الشركات الاكجوري ما ما الان في ديه المستقبل بس اول اقوى جواش شريته انا في ذيك الفترة 3000 ريال والشي على الفين وستة الفين وخامسة ذيك الفترة نوكيا واللجي اللي اشترك الجهاز كل شفع الكيس هذير الشفاف والشي طبيعي ما كنا نفكر فيه على ذاك الوقت بس الحين خاصة اذا الشركة اللي انت ضدها اي حسن منك في بريزنتيشن لازم تقارن نفسك اذا نزلوا نسخة سلم لازم يغيرون الماعدة لازم يعدلون عليه بس اوكي صاح كنان يعني لانا الحين الجوالات كلهم الجهزة حتى مبتوبات مثلا لنوفو وغيرها كل البرزنتيشن ممتاز السنتين ديلي احددلك السنتين ديلي توها قبل طب السنوات ما كانوا باقي جي عادل اي هذا قام موجودة اي 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 حرفين انا جلس اكلام صديقي اتفقع شو قال لي يعني قام نشوف الانبوكسين قام يقولي شر ريسيفر انا ليه شكل كذا قام يقولوا ان شر ريسيفر قبل كم سنة فيه الفومز نفسه نفس اللون هاده بس في النهاية مثل ما يقول لك صح حلو بس البرزنتيشن دي لحق اربعة دقائق خمس دقائق بعدين اجي معاك يقولك في الميدان اي حميدان اي اوكي هاده اللي نبيه احنا في الاستخدام صح كلام مكفد الشي لكن انا بي في ذيك المرحلة نشوف شو اللي بيسوي البرزنتيشن صح بس في النهاية الكنكلوجن من ذا يعني اوكي دخلنا البرزنتيشن صح الساماري في النهاية اعرفت شلون ايه اللي بتطلع فيه شنهم الكنسول نفسه شفت المربع ذاك وشفت الشيان شكل ده حرام يكون في صح في الارق بس الواو انت انت لشفت الجهاز الكارتين دي اللي بتوخرم على جن ما راح تطلع فيها اصلا ما راح يتغارن ذاك 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 صندوقش حلوه في مربع ما دلشان دايه الحراكة اللي جاية دي الشكل حق هاد الشي يعني اوكي حرام دي ويكون في دا المكان وده حرام في دا المكان لكن نشوف الميدان يحمدن ما قدتلك كتبقول شيء ولا نسيت خلص من بلاستيشن ولا اوكي نخلص من بلاستيشن لن يرجعه قلت لك نلو الكتب فننتقل شيء ثالث عندك غير بلاستيشن، غير الشهادة ما وبيشيين طيب ننتقل كلمات خريبة قبل أن ننهي الفيديو الابل سيلكون الجدد يقول لك الابل تنزل الـ A14T لحق معالجات جديدة لحق جهزة الابل جديدة اللي بعد أسبوع راح يللنا المتهمة الحقه يمكن بـ 16 طريبا فئات جديدة والجي بيو برضو بتسوي ابل جي بيو خاصة فيها وفئات برضو جي بيو يعني جي بيو حرفيا جي بيو جي بيو يعني شلون بتسويها شلون الأشياء ما ندري عنها وفئات برضو يعني أبل تخش دي المرحلة برضو الجديدة فكرت فيها من زمانه شلون بتخش فيها شلون تيبي تثبت وجودها طبعا ما رح تثبت وجودها هي البداية ما رح تثبت وجودها إنه مو بنافس الشركات ثانية وفيديو ذين تثبت وجودها عشان تبيع حق الناس ما رح تثبت وجودها اي ابل ما بتبيع على فاثبت وجودها عند ذهب بس بنخش لحق عالم ثاني إنه اوه ابل اوه اخي جهازك فيه كم كم الرام حقت او كم بنخش دي العالم مرة ثاني ابل مرة تحط لك أرقام ابل تبي الميدان يح ميدان بس ما دلك هي بتسويك بداية الشي اللي بتسوي بس بنخش في عالم حتى الماك في الأشياء يعني مثلا الماك بوك برو ستعاشرين شل عندي 64 جيجا هل توقع انه مع آرم تبيت نزل الرو 60 جيجا في الماك بوك برو في الماك بوك ماذا استكلم انت الراء ايه يمكن ما ادري يعني بس في دخلنا في مجال تحس قبل لان الخلطة حقاتها بتكون حي لا اتوقع اذا كنت خاصة بتسوي يعني مثلا ادت حق فوركية مقاطع كثيرة وشغلات بقوة تحتاج يعني سبايس تحط الشغلات فيها بس السبايس حق يكله سبايس هل شفت لنظام 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 مقاطع سهل جدا للمطورين وخلاص يثبتون عندهم والعطاد ما لهم الهاردوير ما لهم والسوفتوير ما لهم وكل شي ومثلا فالكات برو ما لهم فيقدرون يسوون اهم لا يستنون احد انا فيديو سويت خمس دقائق على فوركية 60 فريم سويت اخراج على الايباد الاربعة رام ديكتين وسبعة واربعين ثانية اهم اربع رام فالشغل هي بتكون على السوفت فير واردوير طبعا في اخبار راح اقول لكم ناحية يمكن تنقذب قوة وتحط مثلا نقول لك SSD قوي وتشيل مثلا نقول لك الرام وتستخدم الكاش للشيبيو ما لهم الشي اللي مراح تتكلم عن ابل ونعرف انه ضايح قليل شل يعني مثلا البطارية قبل ما عمرها تكلمت عن لا ما عمرها في حياتة تكلمت عن كم الكباسيته حق البطارية اي مرفعت ما تكلمت عن الاتصال ولا يوم في السن اللي راحت ما عمرها تكلمت لا تتكلم بالسعات كل سنة اي بالسعات والتي قبلها تكلمت لا بله هتكلمت كل مرة تتكلم بس هل رحت ما بقلت هي 2 days تغريبا مدري ولا بلا في البرو ماكس لا خمس ساعات زيادة عن التن اس ماكس و التن اس ماكس كم قالت ترس ساعات و ساعتين زيادة ما كان فيها اصلا ذاك الباتر ما خطت رقم ساعة معين يتحط ساعة ساعتين زيادة حتى حتى في الموقع حقها لا مبهو 16 تريبا زائد ثلاثة ساعة 16 ساعة في الموقع حقها في كل جهاز ينزل تخشي موقع حقها تشوف الاسبكس هناك يقول لك مثلا استخدام 4 ساعات لكن ما تقول لك كم حجم البطارية ليش؟ لان نجات حاجة البطارية هنا الظلم بس تكلمت عن الباتر لايف بقوة بس على قد تكلمت عن الباتر لايف كل سنة حتى السن الراحت ساعة تكلمت بقوة بس سنوات القابلة تتكلم نفسها ولا شي زي كده السنوات الراحت ما قلت تقول بس وس yes بهذا ساعة العبوري المزلي بهذا في ساعةڈل ما مرّد وصلت القابلة العبوري المزلي في الاستخدام ان مددد ساعة الف케이ر يعني 18 ساعة while it takes a walk الأن يتكلمين عن الموقع وهد Tu风 Ik Isn't This فانا اتكلمين عن جوال... يعني Alguns فعيل الشيء اللي ما هتتكلم عن مطلعة اروف انها شيء اقل من النوص من الشركات الثانية و لكن الفعل هذى اللى يبغونا مثل الليبودات ما أعلم تتكلمه تكمل رام فيه ولا الآيفون كمم رام فيه الكباسيتي في الجهاز البطارية ما ما تتكلم عنها كمم رام فيه هنه ستة احنا اللى دارين ما تتكلمه اه اقدر اثبت في اندرويد دجر يش تتلأ ستة رام فإنك ما تعرف دي الشي ما تطلع الاشياء الاتكلم عن مثل فتحة الكاميرا في الاشياء هذى الاشياء اللى تتنطح فيها هناك مع اللاعات الاشياء بس أشياء ثانية ما تتكلم عنها فابل في المعالجات حقيها وتتسوي فئة ثانية ما أدري كيف راح تكون راح تسوي ضافع لحق الشركات الثانية مايكروسوفت جالسة يعني نحن نزلت لا نزلت في فئة ثانية نزلوها قصدك اللابتوب بس انا نتكلم لك عن ويندوز بس اتكلم لك عنها الآن خلي نشوف الـ A14Tش بتتسوي يعني ما قلنا هذا ويندوز مع الـ R لأنه جهة غالة على ويندوز تنحق R ما بعد تنازله فالآن سنتين حتى خذت سنتين خذت سنتين فالآن الجهاز اللي بتسوي أنا مو مستوعب كيف معالج حاطة في جوالك بينزل في اللابتوب بينزل في مايماك كحجم 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 يعني خمسة نونومتر هنا ينزل هناك و قبل تخيل أن تأخذ هذا مثلا هذا علي أنا ما مرة شفت جوال اللي معالج جوال بدون الـ نعم في اللابتوبات دائما بدون الـ نعم على طول على الحرارة ما تفوقع بيستخدمون المعالج يعني باستخدمون يعني مخدين الـ مخدين شغلات مخدين ما رح يكون أوهو ليش غيرت صور T ما رح يكون أوهو يعني الجهاز حقك الآيفون ما بنفس الآيباد يعني الآيباد يعني الآيباد يعني مخدين فالروم اللي داخل رح تكون موجودة تخينك تأخذ الجهاز هذا قبل تسويه عادي مع الجيبيو اللي في نفس الجوال تأخذ المعالج وفي الجيبيو السيستم ونشوب اللي عنده وتسوي جيبيو يمكن لا يمكن صحرفياً تسوي جيبيوين يعني تسوي جيبيو خارجي كبير يسحب كهرباء في قوة حق إذا شغلت غيم شغلت ذا وجيبيو الخارجي هذا بس حق اللي في الانيميشون اللي بتحت صفحة سكر صفحة اللي اللي ينزل وشغلات خفيفة كده في أشياء مثلا هم استغربين فيها حتى ببعض الغناوات مثلا حين الـ 5K اللي حق دي أسلار الـ Canon اللي نزلوها على الفرمات الـ 24 اللي حق الاخراج ما الاخراج الـ 8K اللي نزلوه اللي نزلوه الجديد ما دريش من الـ Canon 5 لا Canon 5 اللي ننزلوه قبر شهرين وثلاثم فيما نزلوه هذي حتى ببعض اللابتوبات الى الان يقولك الفرمات حق هال P42 شي كده الحق الفيديو يقطع حطينا جايبينه في الغنات غنات ماكس وذين اللي شوف فيهم يقطع الفيديو على اللابتوب على الاي ماك على الجهزة الـ على الويندوز ما يتحمل الفرمات لازم يقير الفرمات الحق هذا الفيديو يشتغل حتى بريبات يشتغل عادل بسوى الاخراج وجاهز مابي شيء في اللابتوبات كلها تقطع الفئته و الفرمات أوريك الفيديو خلصنا من برده يستحمل ف لازم تروح قبل حق ذالشي يعني كيف ما مدري في 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 شي بيسير في شي برح يصير قوي في في قطاع الشي يسمونهم هم مو برز من زمان بس اللابتوبات والكمبيوترات كلها في أجو لازم تروح تقف تروح طويل جهاز بمثلات الأفضل من تلك الهزة أبل في الأمان الأخيرة لا ينكر جهاز جميل ولكنه مشتري مطلعات مطلعات الذي لديهم الطعام لأن أبل خاصة في الأوان الأخيرة صارت عندها أو في الأخر كم من سنة صار عندها مهندسين سيلكون سحارة سحارة ترى وزرد ترى مهب وادب شيف وصلت أبل إلى الآن تحس إنك تقول لك عطني كل شيء وأنا سوي لكل شيء اي 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 عطني تبتلش سمونا تب لا لا هو مباعد بس يعني شيف ما حد ينكر نجة ونوس وشارل نوس حسنا بس يقول لك عنا مثلا يقول لك لا تعطيني لابتوب علي معالج انتل وبحط الصفتير حقي وباخط هالهارتوير مال لا الابتوب انا بخلطة كله هارتويري وصفتويري وانا بشتغل فيه وانا بعد استنى الشركة الثانية تبوغ عنا حركة ستيف جوبس تارفال إنك تبوغ الشيء جيد اي 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 اتبوغ باحترام لا اي انا أعطاني مش بس ستيف جوبس تارفا قلتك اي انا في اليوم أه...ندي المتحرك مع... حقنا شخصاً اقول... fato... قلنا لقنا... هل حتى نصل من مرحلة في أشياء ما نقدر نصنع أحنا علشان نتكلم حين مع... داية الجانب وكل شيء قول... رايح اسرق...من هناك شيئين لازم تروح تاخدها من الانترنت اسرقها...لكن اسرقها باحترام وانت انجينيرنك...انت احترافية عندك كيف, كيف يجب الشيء هدا احتيه...هدا أهم شيء في الانجينيرنك...كيف تجيب الشيء أمسح بس يسمر... لا بس لازم تكتب بالنسبة بس أنا جبتها انت تعبت عليه سويتها أنا جبتها براحة في نفسك يعني مثلا أنا فريق وهذاك فريق الثاني ريح ندور ذاك تعب والله سويت كدير كودين وخلصت شون سويت والله جبتها أنا أنا أفضل بالنسبة من كل انت رحت بنيته وكل شيء أنا رايح نفسي انت كيف تروح تجيب الطريق السهل وتسوي ما أنا ما سرقته في شيء ليش أنت تسويه موجود معاك معاك أنا أنا أتكلم أنا أتكلم أتكلم عن شيء موجود ما أقدر تغيره يعني مثلا أنا بسوي بسوي مثلا شيء علشان بطريات ليش أخترا شيء كم شركة تسوي ليثيوم أروح الشيء سهل مثلا ولا بسوي شيء عشان يشقل السويت اللي قبالي أقدر أخذ البرمج اللي موجودة جاهزة وخلص نفسي علشان سويلها كابي في بايت بايت أنا دخلت عليه أنت بسويها في الشيء ثاني لأردوينو وذلك الشيء مثلا واشتغل ليش أنا أروح أتعب نفسي وأخسر فلوس ليش ما عندي أجمع فلوسي في شيء ثاني سوي مثلا ما تسويها أو غيرها بس في فارق بين السرقة اللي تبين حق الإنسان الطبيعي نواو دي سرقة قوية حتى الإنسان اللي ما يفهم وفي فارق بين السرقة اللي داخل ما راح تشوفها ما في شركة بالعالم تسويها لابتوبات هواوي لابتوبات أبل لابتوبات ريزر لابتوبات ريزر شفت شنون منذ اللي بواج عادل ريزر يمكن سوى تحترام حتى اللون اللون الزوايا شوية منذ هواوي بلبل يعني هواوي شولت البواجز بس وحطت باصمة ايه ولا هدا الكاميرا الكاميرا اللي في بعضهم بعض فوق مرجود بس واحد مدير تاريبن الإكس في فارق اني لس رتبكتشة بس اني من بعيد الناس يعرف اندي هوية أنا سويتها بس اني من بعيدة شو طالع هذا الجهاز اقول أبل اوصل أنا يمكن اقول أبل من بعيد خدعوني خدعوني فهذا المشكلة مثل بعض الناس أنا اللي تامشي تقول مرابلين او رجال عبدالله شمجاي بكينة فهذا اللي تكلمنا عنه هين نشوف موتامر أبلف رح يكون يوم 16 تقريبا نوفمبر نشوف شو بتسوي أبلف في العالم الجديد ذا أحس هاد الف يعني أتوقع ان أبل لخشت في ذا العالم رح تحس تحس انه بتقول أنا خوف اني تطيع الجهاز لا لا بصير عندها ترى فريدم هاردوير فريدم أنا بيعرفش الاختراعات اللي رح تكون هنا لا لا عندها فريدم فوردوير يسون أي شي يبونه طبعا مع حدود معينين يساعدون المطورين يعني يقدرون يسون شغلات يفقون يسكن باب المطورين بعد بكرة بعد بكرة بعد بكرة علينا تقبل ما حد يدري ارسلت لحق المطورين لحالهم ما حد يدري سويت ترى تويت يعني ايه سويت تكلمت عنه هنا مدري وينة والله ما تكلمت هنا ولا حدته في اسلام ممكن شفتو انتو ان ابل ارسلت لحق المطورين ان معاهم لاب يوم يوم كامل يوم ثلاثة الى ربعة تقريبا اسبوع هذا اه خاص فيهم يالله اشتوتوا ببرامجكم يالله شلو فيه وركستيشن سوين مع بعض كده جلسين يالله ليش تصورت كده هذا اللي اقولك ان فيه متمر جاي يالله جهزتوا كل شي سويت الشيء عشان انا بنعرضها المتمر رحين شلونا هون جهزين اهي تدلع اهي ابل ابل شوف شوف ابل شوف شوف شي واحد ابل لو ما فيه برامج عندها وتسوي الشيء العدل ما حد رح يشتريها اول همان جهازك جوالك تخيل تاخد جوالك وبرامجك ايش فيه هنا تعطل فيه تاخد جوالك ما فيه برامج تساعدك ورح اشتري قصدك هواوي لا قوة الشركة خصوصا يعني فيه فارق بين الشركة اني ادلع المبرمجين حقيين هم مبرمجون عندي وشركة الثانية ما تقدر تدلع كل المبرمجين لانه اي شركة تدلع المبرمج عشان برمج عندها جوجل تقولك ما نريش ادلع عشان برمج عني خل سامسون قل دلع سامسون قل دلع كل شركة تقولك كل شركة فيه لا لا شف شف ابل ابل وما حد ينكر عن الموضوع هذا الاسدكي مالهم سهل ودايما يحاولون يسهلون عمطورين ودايما ينزلون حق لاجه لكل جهاز لكل كاميرا لكل يبغيره شغلات دائما يساعدون ينزلون اسدكي للجهاز المعين للقوة المعينة شغلات كثيرة عشان يسهلون عمطور نعم صح ويعني حتى عندنا مثلا نقول لك في الجيمينج سوني هذا لها الحين ثاني السنة هو يتحوى تساعد المطورة هذا الشي بسوني يريد نفس حركة أمام الجوة لأن النكبة على يوم بلايستيشن 3 ما كان عندها اسدكي ما طلعوا اسدكي الا نوتي دوغ وعلى نهاية عمروا البلايستيشن 3 وكانوا كثير متوهقين ما حد يعرف يستخدم ما حد يعرف يقاور عليه الجهاز مهندسين ما عرفوا نطور عليه الجهاز رئيس فالف يقول لك حتى تم سويني اللي قادي مدح في بلايستيشن 4 فالحين ما لأبك ما لأبك جيمز الرئيس ما لهم يقول لك تحط شجرة اللعب ما تشتغل ومت بدأوا قوم يدلعون مطورين بدأوا بلايستيشن 4 واذا لديم شفوا أفضل شكلهم بلايستيشن 4 هذي قام اصدكيز وشكلات وهم اللي سوونا ويقول لك التايم حق دفالوب من أقل في البلايستيشن 5 البلايستيشن 5 الآن قام يقولون حرفيا اللي هي الـ الـ حق اللي هي حق الـ 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 حلو نساعدون مطورين بقوة بـ وغيرة وشالله ونحين بعد لـ كثار حلو في الـ اخش نساعدون مطورين بقوة الـ الاندرويد عندنا المشكلة إننا فوق الـ وطفل الـ وحق الـ السفتوير تتفاشق وانته شركة يقول لك أنا حصر عندي لعبة ليسو لتـ وانته شركة ثانية تخذ لك لعبة ثانية بس كذا العرب خبيف ولا يصب المهم سامسونج الآن ثلاثة سنين منزوله الـ الـ البلوتوث بن مالهم ما خبري شركة سوست ما رأى ما أبل لو تنزله أشدكي حق برثوث به لا المثلين القناب الحقه عندما أشدكي حق الإله الحقه أول ما نزل الشركات ما كانوا يدعمون هذي كلامس بس كانوا موجودة بس حلوث كل شركات هنا دعم هذي كذا عاطل نزلته وفي فرق ترا هي في دلع وفي من أبل تدلعك بس إنها تقولك اوه عاصف يعني بسلوب ما تقدر تسوي لازم تسوي وكمل معه يعني مثلا تبرمج الإيباد الشهرين على الشهر بعدين نزل المميزة ونقضط هذه الشهر لازم تسوي ايه ما يرضوني تسوي لما تحط هذه الشغلات بعدين عدد ترجاع بعضهم شغلات فبصلا للصف ايه بسهل على الشي لازم نعطيك المميزة فهذا خلصنا من الـ A14 ذاكي ذكرت شغله ايه ايه شاذكر الـ MKHD الـنبوكسنج من البلايستيشن 5 ايه ما فتح الباس ما حط ما يصح بشكل ما يصح بشكل تعالى ممكن معلومة ماب ما الجامنج ما يصح بس ان يلعب ها يقول يلعب روكتليغ ما مادريل يلعب شيثان يعني تلعب لعب ماب ترد اي لعب بماب كشكلة كشركة يعني معلي عالي خلني كلمة يبون خلاوتهم الصوت لازم يجبونا من اي كبير كبير يعني مثلا فاشانيستة تروح تعرض لك جوال هي مالذيش صوت اما هو الحين السويدي يجبك البجر علي لا اقول لك الحقيقة انا اقول لك كمل علي ما ماد لا هذا الحقيقة لا هذا اللي صادمني فاجعني اي انا شفت لما مقبلة مع المكي بي اتش دي في حق موقع في غناه في اليوتيوب تجيب اشخاص ويجلسون يكلون الشطة الحارة اي اعرف هم تلون سيتسمها جايبين المكي بي اتش دي قاري سولف وجاب ثنانة جابة طريها طبعا حركة حلوة انا انا الله لا يحطني في مكانة لان في دي الموقف انك انت قاعدت تاكل شيء حار وانك فرست ويفيت اوكي فيست فرست وفيست اي فيست فرست وفيست اوكي عندهم شطة خاصة بيهم اي نزلوا غيروا هالشطة هالشطة هالثاني مرة كذا عندهم شطات كثيرة اي عندهم شطات كثيرة شارينهم وعندهم سووا ثاني شطة خاصة بهم اوكي المهم انك تخش في دي الموقف انك تعطي شيء حار وتسأل الشخص انت الآن شو لا بتوصل لمرحلة لا بتجاوب وتصير التنشن معه بتوصل لمرحلة انه ما تقدر تجامل تهانت من الحرارة وخلاص يعني يمكن يطلع شيء من ذن يعني مثلا يجي كل شو الكلمة يقول انا ما بي يكرهوني الناس انا ما بي الناس لان يوصل شيف انا اذا رحت هناك انا اصجي احب الحب بس اذا رحت هناك انا منعترف الالم لو وقف اركز فيه ما تقدر او قاعد يسئلك ما جس اكلم خلق الله اذا تعرف اتقولك تركز في الالم عشان يخف اركز في الالم اذا قل الله احترام اعتبر لا لا الواحد يسئلك انا اذا يقولك كان كل حار بالحالي بس اذا سألني انا افصل عليه اكفرة تعرف اللي اقول جهنم لازم فهنا وصل المحلالة شوية لجاب طاري واحدة هنا يعني مش لدرجة النواصلة هنا مبرحق للشركة وكل شيء لكن شلون فنانة كبيرة مشهورة هل بعد الفنانين بيدخلون في الفشانيست اعرفت اعرفت خلاص خلك الشعر يقول يقول مكي بيجي انا ما كنت متابعه ولا شيء اي اعرفت اعرفت ما كنت متابعه ولا شيء لكن جولي من شنز ولا شيء هذي ودخلت وشفت ويقول له صورت سكرينشوت ومسوي دعاية لحق الجهاز هواوي يالله خلاص خفه صور واقعي خلاص قل الحقيقة المهم سوي دعاية لحق الجهاز طبعا ومكتوب تويتر ممثلة ما لها دخل في التأكل ولا هم فاشنيست كلهم ممثلة ممثلة ذي ممثلة وممثلة 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 هذا غناء لا تقول غناء فهذا الشيء هنا يوم سوت غردت مكي بيشدي صور سكرينشوت ورسالة حطها بالتويتر قال ماذا تضعين مقعه مع هواوي وتغردين بايفون تغردين بالايفون يقول ماذا لقابا يجدت لي مكالمات من مرينها مرينها ماذا عرفت ماذا عرفت قال ما يدرون شون عرف ماذا عرفت ماذا عرفت ماذا عرفت يعني هم حسون ان مخترقها حين شلون عرفت يقول ما عرفت بس هذا مكتوب تقدر تدخل عند الدوات وتشيله مكتوبة عندك يعني هنا موجودة تقدر منتزها تخليه من أذر الا تقرر تخليه من أذر المهم انك موجود عندك مكتوبة يقول ضفتها احتراما يعني مشورة ضفتها فيمضفها يقول بعدين ان قامت تغرد من الأندرويد اي دخلت بشيك الحساب ان قامت تغرد من دخلت الاسوبة لها بلوك عدت البلوك مم مم فمدلش اللي جايبنا الطاريح عند الشي بس هذا موضوع من الموضيع اللي مش بسهم لا يعني لا يعني لان انا شلان امم انا اليام بتقول عيالي وش صاير في السعرية خلنا شوف انا اش جاوك مفهم شان رحت انا ودخلت اللي هي احولت الدولة حولت الدولة من المتصفح للسعرية ودخلت شفت اللي ترند عندهم امم دخلت شوف بزران ومدروش شوفانش نيسته دخلت انا ما اشوف اللي اه السلام عليكم مدروش شك اوكي يعني هذا جاوهم اللي يتكلمون بسرعة بعدين قبل ما نبدأ بتكلم لكم عن ستور ما شوف اللي جاو بستور هواوي اش دخل عمك والله شم جايبكم بستور هواوي مشكلة ان هذا المحتوى حق بزران منذ البزر اللي جولس يقول بحمل ستور هواوي ما فهمت فشل المحتوى اللي قاعد يعلنه هو هذا ما البزران ما الاصغار اي محتوى المحتوى ما بيقول لان اسم يعلن يعني اهو فيديو موجه حق بزران موجه حق بزران بداية الفيديو حط علان حق الستور ما الهواوي بين عم يفهم اعلم متأكد 90% عندهم اي كان ماتق بزران ما بيحدرون الحملون لسي محا المتولون ما يدرعله ان يستخدمه هواوي لا يستخدم لا يستخدم لا لا يستخدم يصوره بس ويهده يصور بالآيفون ويصوره أهوه لا هذي سلفة الممثلة اللي صارت تقرد لا سلفة الممثلة اللي صارت كانت بتصير اللي هي سفيرة العلامة فدايمنت تستخدم الجهاز لا توقيعهم مع ذيك انها تستخدم الجهاز وتشوف قبل يعني تنشاف بالجهاز وكل شيء تشوفها وانتماسكها فيك بس هذي الشركة ديك ما علي بس انا اكلمك لبشانيستر الموجولين مستحيل انها مثلا مثلا علي مثلا اقدر انا اقول حق الشركة اني باستخدم الجهاز وانا مشهورة مثلا اكثر مشهير مثلا مثلا تجيب تقول لها وانا مشهورة تقول لها اني انا مثلا عادي اصوي سناببه انا مشهورة من شهر في سنابب شو بتقول لها هوا لا تصورين ايمن شي طبيعي انا توقحت المشهير اللي عندنا في السعودية اوكي صور بجوالك اه خلنقوا نحن واقعين 99% من الكرة الارضية لا 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 صور بجوالك وحطها في السنابب على انك انتم صور بجوالك مثلا 99% اقول لك من مشاهير العالم او اللي صورون بسنابشات في العالم ديك الموجدين حي المشهير 99% من مشاهير موجدين يصورون بايفون او اكثر من 90% من موجود موجدين موجدين فانك ان تجيب الجوال حقي كنت تصور بالايفون وتستعرض هواوي بس طفحته خلاص كامل حياته هذا الشي شي طبيعي خلصنا من الوضوع حلنا منهم تحرقنا هواوي واجبين تصبت عليها على طرق جات لي انا ذكرت بس هواوي كنت اقول لابل هواوي ابل سيرتش ايه ايه اذكر اوبن اذكر ونصير كنت ادخل على جوجل واكتب العاب بفلاش ام في العاب بفلاش دعنا احنا نتكلم عن الشي شوف علي في 2007 يمكن ايو اس 7 يمكن او 6 قام ابل نزلت ايو اس 7 انا قلت في 2007 لا يمكن قبل ايو اس 7 او 6 احنا تقيرت من السنع تجبت علي ايو اس اوكي خلك معي علي فوي في ذي كل فترة ابل كنسلت المحرك الافتراضي في نفس الجهاز او تحت سفاري وتبحث يكون بنك على طلب تابع تغيرها خش العددات خش حق سفاري وحاولها لحق جوجل خمسين ستين نقدر نقول سبعين في المئة من الناس ما راي حاولونا او ستين في المئة من الناس ما راي حاولونا جوجل خسارت قامت تدبع لحق ابل يلا نزل سوفتير جديد مثلا ابل مسكي فلوس وسانوين عطيش فلوس حشان تخلينا المحرك حقنا احنا جوجل الان وصلت هواو تدبع السانوين لحق شركة ابلونا لحق جوجل حقها الحساب ثمانية مليار دولار الى ثمانية عشر مليار دولار حشان بس المحرك التراضي انا اذكرها ذي كل فترة يعني ذي شي طبيعي الرقم انا اذكرها اول محطته يمكن كانت خمسة تقريبا تعطيها او خمسة و شوي في ذي كل فترة فشي طبيعي هنا اعلى اتوقع من المشاكل اللي صارت هنا مع جوجل انش انت محتكرة انا محتكرة السورج والايميل والفيديو فاتوقع هذا الشي الدافع اللي بيخلي قبل اخر عني خل نزل ما بنقصان فهل توقع ان ابل سيرتش اللي سوته توقع ابل سيرتش اول ما ينزل ما بصير عادة بصير كن ابل مبس يمكن شوف اذا بدأ كبنك اذا بدأ كبنك اذا بدأ كبنك الفرق انك انت الفرق انك بيزنز واجب بتيح من جوجل ابل سيرتش ب нож داتج 5 حسنت اي اتوقع عبدالب بتقل سرش بس اي سرش لا بس اذا كان موقع يعني اقدر افتحي الجهاز دانا اي اي سرش ابل كنسلت الايمزمان سرش برو ماكس مثلا ابل سرش مني 12 مش كنسلت يعني الاجزة الجديدة حقاتها ما قامت تسميها قامت تتحول الحق الـ Air اس اي يعني مثلا اي واتش س specjal اي واتش س matin ان ضع اي واتش ولكن تستخدمت존 است ، اي سرش استرين ان قمر ابل سرش بس إذا سواتها مية في المية بتطلع لتشركة هواوت هواوت سامسونغ تتتت تسويه سامسونغ يعني مدلعا سامسونغ سوات كنسلت سامسونغ كلاب لا موجود يقول فيه أشياء بطيح فيه شغلات طاحت شنه كولكولا سكرت طريبا مية علامة تجارية سكرتها ديساني سكرتها المال هناك فرق من كنونة نطيحها أسان فا حين لا تدخل في الموضوع بس أنا ذكرتها آه أنا شف إذا سوات أرسير إن شاء الله يسونا تدريب شوف والله إن شاء الله يسوون يعني مبني على داك داك جو أعرضي موجود نزين أو يمكن مبني على داك داك جو يعني يدفعون حق داك داك جو ما يبنون عليه أو إن يشترون داك داك جو لأن هذا هو يمكن داك 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 جو ما طلعت مشاكل إن طلع فيه قبل كم سنة إنه مسرب وإنه يتبع وإنه يتبع وإنه يتبع طلعت لقبرصنا تقريبا إنه أهم النفس الآمن كان ياخد يشترون أخرى ما دري أنا عن نفسي شف داك داك جو أأمن سورج أأمن سورج فيهم ما حد ينكر فيهم أنا أنا استخدم داك داك جو في فاير فوكس فاير فوكس اللي يطفي يحذف كل الكوكيز يحذف كل الهيستري يحذف كل شي يحذف حرفيا أفتح اليوتيوب أفتح صفحة ثانية اليوتيوب ما من جديد ما يعرف تحرف يسجل الفيديو الشوايف أأمن من كده طيب نشوف إذا أبل سورج قدام نشوف بس أتوقع أبل إذا سوتها أبل سورج تتوقع تخلي جهزة ثانية تفتحها موقع يمكن يجب أن يجب أن يجب أن يمنعون أي جهاز موب أبل هي بتحط دعيات في مربحات مربحات هذا هذا لأن أبل لا يبدأ شوف أبل أبل في أشياء شوف شوف ما يجمعون داتا سجنة تسربت طرفة كوكيز لازم يجيلك أكسب كوكيز ولا شيء في نفس ما تبيع داتا ما نتكي تبيع داتا لحك شركة ثانية قصدك ما تجمع داتا وتبيعها شوف إذا بتنشرة ما عندها أبل يعني إلى الآن شركة أبل ما عندها نتكلم قديما نتكلم قديما نتكلم حاليا من شان يعني مثل ما تقول لو تنشرة يمكن تبيع داتا لحكيز لا لا علي في فرق أني أنشرة وآخذ فلوس وبيع لحق الغير ولا في فرق بين أعرف ش اللي تسوي وفي فرق بين أبيعك عرف لازم شركة تقول لك تبيت يعني قبول ما في جهاز بالعالم ما تدي الشركة كيف تتطور شركة لازم ذالشي لازم يمكن يعني سدقي حفظونا لك في الكلود ما لك ولذا ما يحقون سوفراتهم في الكلود في التطور التطور لازم ياخدونك نعم 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 حاليا ما تبيعك المعلماتك ما تبيع بس تأخذ في شركة طريقة تبيع صح ما تبيع مالو ماتك بس أنت بدر تحط ما عندها عاد يعني في السيرتش واحد وشو في السيرتش في الأبستور يعني سيطلع لك دعاية واحدة فوق إذا صدت بلاحظ أن شي كبير عندما تكتب التويتر أو شي كتبون آد ينبه ايه فوق ايه احيانا هذا 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 بحوالا بس هذا الشي الوحيد اللي في الأبستور في الأبستور هم طبعا يبعون لفرنت بيج لا ما يبعون هذا ما يبعون لفرنت بيج ما يبعون لفرنت بيج بمالات أبل تحط البرنامج اللي هو مرتفع وكل شي بس قبل ما عندها يعني في أشياء ممكن خفيفة اكسبلور وذيلة هالأشياء وكي موجودة لكن كإني أنا متوجه لحق دي الشي في فارق بين الشركة مبنية على دي الشي إنه تبيع تبوق جوجل مبتبوق تبيع معلوماتك وفي شركة مبنية إنه لا أخذ فلوسي قبل ما تبدأ أبل قعد تتحول لحق دي الشي بس ما بجرس تتحول إنه أعطيك الشي المجاني وأبيع معلوماتك لا قعد تحول لن أبيك تدفع كل شهر عندي مثلا حلين حلين هي مطبيع معلوماتك إيه هذا قولك ما بجرس تتوجه إنه تبيع معلوماتك بجرس تتوجه أبيك إن تشتري مني معلومات وهذا الشي الثاني قعد تسوي يعني تشتري مني تشتري مني بي الصيف نفس ما أعطيك هيها مجاني ما أبيع لا يعني مثلا أعطيك هيها مجاني وراح أبيع ايه وهذا الشي الطبيعي هذا الشي اللي مثلا ليش أبل نزلت أبل الميزيك في الأندرويد لأنه فيه اشتراك اهه ماذا؟ لماذا منزلت لأي ميزيج؟ ما فيه اشتراك ايه لماذا تنازله؟ ما نزلت في تيفي أبل تيفي ممكن نزلتها نزلت تقريبا في الأندرويد ما أدري موجهوزك ما بهنا بس توقع إذا ما نزلت يعني نزلت في تيميزيون نزلت في تيميزيون نزلت في تيميزيون ايه صح بس ما يحتاج أشتراك يتنازله يتنازله في اللابتوب في يتكلم عن بعدين ما فيه في الأندرويد أذا ما نزلوني أقول لك المهم يتكلم عن بعدين ما فيه خلي خلي من خلي من لا هذا مبحق شاشتها هذي المهم فا اشتراكها قاعد يمكن تروحها تتوسع إذا كان اشتراك اتوسع اروحك بلاتفوم ثاني عادي لكن مجاني ما لحفوق ما استفيد ليش اروح اتوسع فالأبل سورتش اللي نزلتها هن المشكلة في مواقع لا لا ببقولك وين بتحطي يعني في مواقع ما تشتغله في الجهازة معاي ما فيه لا إذا جاء فلاش إذا بازم من تصفح يدعم جابا بازم من جابا فمادري كيف تسوي أظل أتوقع لا تضحك السفاري ما لك يدعم جابا هم شنو السفاري يدعم جابا يدعم HTTML5 ما يدعم جابا جابا إلا في العددات اللي بتحطها مابل جابا السكربت ذي الأدوبي التقيلة ما راح يشقلها الجابا ما راح يشقلها السكربت ذي ما راح يشقلها ما راح يشقلها السكربت ذي ما راح يشقلها ما شغلها العب فلاش لا فلاش ما ما تشتغل أبل هي اللا أدري تكرا فلاشي وهي اللا خلت لنظرو إذا حين كلهم كان سلوح هت عندهم ملدوك نعم خلاص مات فصل جابا سكرت كانت أول شي سلبي في الآيفون ما يدعم ما ما قدر شغل عب فلاش أو حرفية ما تكدر شغل يسيوب كان أول كان على جابا آب على طول بديت الآيفون أي كاليوتيوب بس على المتصفح ما كنت تقدر تشغله ليش يفتح المتصفحي عنده لأب كانت إذا جارب ألعاب المهم ما بحير في وقتنا فهذا حركتنا خلصنا في الـ search وقفة في الـ search نشوف الشي اللي بتسوي قدام أبل إذا نزلت هذه الخدمة ننتقل لكم الحين عن الآيفون في المستقبل نحن في الأخبار ما يقول لك؟ بورتلس على طول خلاص خلاص أنا بحط لك 50% ما أدري وينش ياخد أنا بحط لك 50% ولم راح أقول لك إي ولا لا يمكن يتم لا يعني أنا كاستخدامي استخدامته كنا كابل كنا كابل نعم نعم هو الحل اللي حطتك بين الـ كنا كابل وحلو مثل ما قلت أنت جربتها أنا حكي الـ جربتها مثلا جربتها مثلا يعني ذي الحركة هذا طبعا إذا كنت تعرف أنت في الشهور ما أنا شلون الشاحن كان ينعفض الحيما ينعفض تقدر تقلبك كذا كذا أنا كن جلس جنب الـ اللي هي الـ اللي هي الـ بلغمان كهرب و كان جنبي حطيته يمين كنت تتكلم ان الماكسي في ذا اتوقع سنة سنة تقدمت نزده حتى حتى الايبود ايبود؟ ايه سهل حتى الايبود يعني تقول مثلا علامة الموجودة ليس لازم علامة الموجودة يعني بزاوية هنا بس بحديد لا لا يمكن تحطيها حتى في الوسط يعني علامة الموجودة علامة الموجودة أطول و ثاني حاجة و الغلاف نفسه يوصل الموجودة لا يعني نفسه هذي يصير في موجودة الموجودة الغلاف يكون في الموجودة المغنطيس فهذا الحركة و ثاني حاجة شيء باقي بخمسة وار يعني لا بقى تكمن شيء لا دقيقة صورت وير اذا شبكت الكابل شلي فيه يعني حق ريست حق شغلات خلح الله حين دقيقة هنا اطلعت لي فكرة هذي هذا تكلمت عنها كثير و حت في الغنوان عندي تكلمت عن هذا الشيء شوف كبداية نزل في الايباد انا بالنسبة لي شوف شيء ايجابي قدام ان تنزل في الايباد خلاص وقف الاجهزة كله ترى حين احين قبل ما عندها الى الجهاز الايفون اللي باقي على ال الايباد اخر واحد شين هم يا زل شو الصور لا شوف الايفون اذا انقطع احين الجهاز الايفون اذا انقطع من ذا الشيء انقطع من الشيء خلاص ما بقل الايفون خلاص بس سلسلة بتوقف بعد هذا المستقبل اذا نزلت في الايباد الايباد كم يعني يشحن 10 واط طيب ذا الماكسيب يشحن 15 واط وقت 5 توصل بالراحة هذا هو الحاجة الثاني حاجة بعض الشيء بتلعون شيء سلبي انه شلوس مدخل الشوحن في الايباد هذي لو انا قاعد فكر ربيد واجن لكن شلو مدخل شاحن في الايباد كيف حط ال usbc في الايباد انا حاولت ان يركب مداخر انا الان ترى الايباد اللي عندنا بس عشان مركبين دي المايك في الاشيه الثانيه شريتي فلاش usbc الى usbc محتضت مفتيح معاى مزمان هذا يمكن usbc الى usbc الى usbc مستخدمتهم مركبة ابي اشوف انا الاشقاني انا حاول اني اوصل لمرحلة ان اشوف الاشخاص اللي مهتمين في هذا الشيء نريد انطور كلاود في كل شيء نريد انطور لازم كل شيء لازم كل شيء انا الان اذا اطوار ويرلس كلاود تطور في مستقبل الجهاز لا اريد انطور انا اتكلم انطور المجرد انطور ويرلس ويرلس انطور ويرلس موجودة عندنا ولكن هناك أشخاص مواردين يدخلون في الكلاود عدل أنا أتطور في الكلاود تطور في المستقبل الجهاز حقيقي ما في ذاكرة فكونا خلاص أدفع مية دولار أو مية وخمسين دولار عشان أزيد بس دبلت ذاكرة إلى 122 جيجا المية الدولار دي أقدر أدفعها لحك ثلاث سنوات خمس سنوات عمر جهازي قدام والمية إحنا مثلا علي حطها في بوالي ترى والله مقصة الكلاود اللي في الجوال بوغة من زمان لا أعلم أيضا عندما يذكر حسبها قام بيقول أن أكثر رباحة هي الحجم المستقبل الجهاز حتى لو أنها لا مستمتع حتى لو أن الجوال الزاكرة ترفعها مية دولار هذا أكثر شيء يمكن في الشركات أن تبيعها الـ double يعني من الذاكرة ترقى المية من العوايد مية الجوال الحقي مثلا أزيد مية وثمانية عشر إلى مية وثمانية وثمانية لثمانية لثمانية عندي ايباد ثاني زايدة مية دولار عندي لابتوب ثاني زايدة مية دولار ثلاثمية دولار دفعهم ثلاثمية دولار لحق عشر سنوات كلاود مثلا ليش ما إش تصري كلاود بمية دولار بدل الثلاثمية والمثال حطها مخبائي والكلاود ذا كلها شيرنج بين الدفايسس كلهم اللي عندي وأعطي بعد أهلي برضو في نفس الكلاود ليش يعني كلاود واحد بصير الكلاود كالنا حساب نتفليكس مالحار لا في ستة بس اللي بتاحها مع معهلك شير بس أنا بلوكي لهذه الحركة أسهل بكثير ترى بوقة أوكي خلال أجعل تكلم عن الموكسيف نفس نزين الموكسيف المشكلة اللي شفتها يرتبع حرات الجواز بقوة وقت اللعب ما بس وقت اللعب شابكة وجلسة قلب وانا في غالبت وانا جلسة ترث توني منشي والله شابكة وحار بقوة فاتح الدريشة والجوبار تنحل المشكلة ذا السياسة قبل شوية صاح ثوى محدد جهازك وقت ما تشغيلك من التطور جلسة واستخدم من الجسة واستخدم من مدى لم يرتفع حاراته شبكتها وغام مرتفع حاراته و حرفياً ارتفع حاراته معند الكويل في حرارة درمضان هنا كله اوه حلو بس كل الكويل يعني ما موجهت البطارية و موجهت من هنا من البطارية وهذه قام يصير حار أحسب الحرارات ارتفعت أنا استخدمتها أنا ما قولك إنها لا أو لا إي بترتبي الحرارة وترتبي الحرارة لن كل شي بس إنها أقل من الوايروسات العادية هذا الضبط يعني هذا أكثر مكسيموم قبل تقدرتوا صلاحين الا إذا يطلعون الكويلز ولمسونهم بارك تطلعوا في الشماء بعض وجلسوا فأمهم جهد ثاني مثلا نقولك تشبك الجهاز حق فرمات ولا شيء ولا هذي حق كميليكيشن شغلات طلعت لي فكرة عدتني كلام ممكن أنا أردين مفكر فيهم ومكلم حتى جرت مع مدرس قعد تكلم معه لدي فكرة أن تصير فيها نفسي وإذا تشبك هكذا على طول يصير على باكدن يعني على هاردوير لفل على مدرس قبل بايوس لفل فيها ايروض دقيقة وصير فيها نفس الشب هذي فهذي يتشبك مع هذي على طور على ايروضروب الجوال يشبك مع الباك نفس هذي على ايروضروب وهذي يصير مشبك بالجهاز وخلاص لتشبك بالجهاز حسناً حسناً إذا شبكت يسوي له فرص إنه يشبك أو أحرفياً إذا الباك كذي نفسه وتعرفت على النار تو تبدأ الكلام تلعب بأعطي كلاف جهة ثاني حين أول حاجة كلامك حلو لكن كلامك أنا بفكر فيه واجيب لك شيء أسهل من وأفضل منه أول حاجة أنت شبكها في الجهاز أنت حين قاعد يشحن وهو حار تبتنقل داتا باذا؟ ما رح أقولك تشوي عليه تفجرة لا تنقل وياس أنا تكلم المستقبل هذا البداية دقيقة المستقبل أرد عندنا شيء حلو نحن قلت لي يفتح بايوس من الجهاز ليش ما أفرمت الجهاز بالنفس كلابتوب كأي جهاز عندي لابتوب يقدر أفرمت بالنفس أضغط يطلع لي الشيسم هال بايوس المهم في خيارات ريسيت ريكافري المهم المهم الأشخاص اللي يعرفون دقيقة أنا تتبعهم أنا لازم أعرفهم أنا لازم أعرفهم بالله بعد شهرين متعرف شو بعد شهرين نسيت المهم المهم عرفنا هالستارت هذي الحق السيت أب أو البداية هذي فتخش فيه وتخلي فيه في نفس الـ CPU هذي المعلم هذي كم من بايت تخش عليه ايه بايوس تخش عليه في البداية وتسوي لك أبديت أو تنزيم هذا حليك بسهول خلصنا منها تابي خيار ثاني الإيرو دروب ليش أخلي الإيرو دروب يمشك على نفس القطع الإيرو دروب على الجوال على الجهاز على طول بس لما الجهاز مثلا نقول لك عندك ما يشتغل بس انت شقعته الجهاز مثلا نقول لك طرف اللي يقول لك الشاشة خربانة ولا الشاشة طرف اللي يقول لك مهنة ولا شيء المشاكل يعني تصير بقاط وشغلات وركبتك بالإيرو دروب زياء تابي مثلا نقول لك تفارمت وتأخذ من معلمات أقدر أخلي إنه إذا ركب القطعة اللي ركبت من داخل الجهاز يشبك على الجهاز بالإيرو دروب على طريقة الجهاز المركب فيه السلك بس مش من نفس السلك بس التعريف بس بس هذا الشيء هذا أسهل بكتير نفس حركة بس الله مبدال ما يشبك فانحادي إذا كسرت شاشتك هانا وجهازك طافي معرفة تفارمتها راح أقدر شاشتك البداية لا تقول يا أبي فارمتوه لأنه حتى لو جهازك شقال ما ترح تقدر تفارمتها ما تقومت شغلة بتحط البيانات حقتك شبي تتاوي بعدين أقدر شاشتك رودي من البداية لا تتوقع لا تتوقع بس تقومت بس تقومت بس تتوقع هل أعلمتك الصيانة؟ احنا أقول لك لا تتوقع لا تتوقع لازم تتوقع لشغل الصيانة ف و ١٢٠ هيرتس ٤٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ أمهم ٢٠ يقول لك يمكن بها ٢٠ تيرا ٢٠ أقدر احط اليها كلف ديوتي و أورزول ٢٠ ليش وأنتيرا؟ فيه ناس بيش تخلهمون والله فيه ناس بس بس بليز كل شخص لا تحط بعلوماتك في جهازك لا تخلي معلوماتك المهمة المهمة في جهازك أو عمق لا تخلي النسخة الوحيدة في جهازك ٢! وتضمن جهازك تابي ولا تحط بعلوماتك في فلاش وتابي هذا الفلاش ما يضيع ما يضيع ما يضيع يمكن يخترو لا تحطه في الجوال وتقول معلوماتي خلاص سري وكل شي في الجوال يعلق ولا يصير شيء ولا بطاح في الماء ولا صار أي شيء واخترب لا تضمن ذالشي كلاود ما فيه أمن من في العالم ونصيحة بعد إذا كانت مهمة جداً خل كلاود وخل عندك باك اوب إذا كنت أنتم موصلت للدرجة بس أنا عندي مهمة جداً حاطة في الكلاود في الشركات المحترمة ما مثل ما قلتك ما رح تسكر الشركة من نوطري الشركة اللي بتسكر ترسلك قلنا بعد هذه الشهور لبداية السنة ترى على نهاية السنة رح نسكر وترسلك إيميل يلا أسبوع الجاية ترى بقي شهر رح نسكر وطرى رح نسكر ونزل الداتا حقتك رح نسكر تقول لك كده كل فترة فنصيحة يعني لا تخلي جهازك وهو الكمبيوتر حقك على بعض الناس وإنك يعني موش الكمبيوتر حقك إنه مسيف في حياتي لا تخلي حياتك في قطعة قطعة شي ملموس لا تخلي حياتك في هردوير ملموس يعني الإنسان يفعل الدكرة هردوير ملموس عندنا إحنا كاستخدامك أنت معه أوكي لكن الشركة نفسها باكة بخليتها في باكة قطعة إنه يردوير ملموس لا تخلي حياتك في الأشياء دي الإنسان يفعل الدكرة من ما قلت لك لا تتواهق وتحط للشيء لا تضمن شيء أنا من النوع اللي أقدر أقولك من الفين و ثم كم يكسب الأمر مية تقريبا كان الابل أول على الايفون فورتو رس جربت فترة لكن الكلاود من دخلت أبل على الاي كلاود معلوماته كلها فيه لدرجة أني أي وقت أي شخص يقول يعني مثلاً مثلاً طبعلاً ما سوف أحصوها سوف تقوم لي لكن مثلاً جزء آخر أعطني جهازك أبيه أو شيء بس تخدمه ضروري عادي فارمئنتي ومسك أخراه أوكي أريدوش لا أريدوش في جهازي موجود ابي انا او اخاف ان يضيع او شي ما احط في شي احتاجه الان اي وقت اضيع جهازي ما راح اخسر المعلومات اللي فيه المعلومات ما خسرت عندي كل شي موجود بالثاني يعني بالكلاود وكل شي يعني مثلا اصور مرتفع بالكلاود اي ميسج مع جلستي كلها كل شي موجود عندي يعني الاشياء اللي احتاجها انا ملاحظات كل شي مرفوع اسمائي كل شي مرفوعه واتساب يسوي كل يوم باكاب ما راح احط شي معلومات اصلا مهمة في الواتساب انا اصلا اني افتح اتواصل مع الناس بس ما بحط اتواصل مع دوار حكمية ولا شي شي قوي يعني شي مهم يعني اتواصل مع واتساب دوار مادري بس اني اني شي مهم ملفاتي وراسل حق شخص لا الواتساب الواتساب حرفين الى الهل بس نوصل المرحلة بس مهم عندك شي ثاني قاعدة اجل خلاص نجس اوكي عند انتواصل اجل خلال الاشياء قصص الصغيرة في يعني الاخبار الصغيرة ما نكتب تكلم عنها كثير اه موضع سوني شارت بتخلصها هنا تشتري كرنش الروب حين يعني الفاينال معها موش كده تغريبا وتشتريب مليون دولار وعندهم فاينالي مواقع فيمكن يدمجونهم مع بعض في ناس يقول لك ها يمكن يسوونا بلاس يحطونا مع البلاي سيشن بلاس ما تفقع اكس بوكس في شاع يقولك بينزلون ويندوز مود في الاكس بو سيريز اكس وما ندري عن سيريز اكس يدل اللي اعلم اللي اعلم يعني ما في الحين اكس بوكس ما طلعت ولا تكلمت ولا قلت شيء ما درمني هالرومر اللي اللي شوعة اه سايبربانك 2077 سوو لها دلي اذكر قاعدتان كنت تغفى مفتح الجوال يقولك في نوز حق الرليس من سايبربانك دخلتك بتقول اه شكلهم بخلصوها بتقربوها شكلهم بنزلها الاسبوع دول الاسبوع جاي بتخلط ما شوف اللي قدموها من 21 نيون قبت تقول خلاص واحد من شوفه مسوفيه فاني مسوفيه فاني رسل لي الخبر قاعد يضحاك رح تسبيته قم قل لي هالخواج ايش فيه ايش فيه اللعبة ترى عالنين عنها من 2012 عالنين على الصور يعني والديزاين ما لهم اللي بيسوونه من 2012 ارحمونا يا شيخ ارحمونا لا تحط لي تاريخ وبعدين بعد اذا قربت لا اذا قربت بقى اسبوعين وينزل ترح تقدمني علي اسبوعين زيادة خلاص قل لي السنة الجاي بتنزل متو ما خلاص قربها مع انها ترى وصلت غول صارت غول اللعبة واخراها زيادة متو�가 ارا听 ذا اول عامز فتحت ابل 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 one اشتراك فتح ابي غول وين بابود هل هو جوجل وان حق دوتر لا ابل وان اجتماعت الميزات الي عندها ابل وان حق الكلاود وين الكلاود مالك اخر لا ابل وان ابل وان مسميتها لان جامعة كل شي وشي واحد خدمات حقاتها كلها في شي واحد في افراد وفي الفاميريز الي تابيه افتحتها اليوم او امس الان بالحركة بعض الاشخاص ان يقدرون يشتركون يعني تشترك في الابل وان ورح تفتح عندك هذا يعطونك مدل ان تقدرين تشترك اكبر شي في تيارة مثل الكلاود ربط مع البيانات الابل وميوزوك وغيرها كل شي الموجودة هناك و الابل تيبي برضو بلاس وتقدم مثلا تروح يدوي تشترك في تيارة في هاي كلاود فيكون لك اربعة تيارة كلاود بلاس 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 فهذا اللي مدخل انا عمدي الاهل انا عمدي الاهل تغير منك اكثر شي انا وبنتي وزوجتي و امي انا انت مدخل معنا مبراح احين اضردك امهم فهذا الاشياء انا مدخل الاهل على التوتيرة وانا مستغرب امي ما اخذ سبعين جيجا ايه الواتساب اقدر اشوف الكم داتا ماخدة اربعة عشرين ساعة الواتساب طبعا ما اقدر انا اشوف الاشخاص ولي مش تر يعني الش اللي ماخذين الدياتا لكن اشوف المساحة اه ما تقدر تشوف يعني الصور وهذا لا اميال خاص فيها اه معارضة لا زين زين لان كنتانا معارضة ما ما ليشيغل بس تشوفني لا لا امي 33 احين ماما امي 33 احين 33 جيجا وكم سنوه تستخدم هالايفن من الف 2016 وما نزل او فعلا سبع داخلش عليها قليل امم زوجتي 200 جيجا انا 526 جيجا ما شين يعني بنتي ما مستخدم شيء واحد من الشباب 15 جيجا تتحداني ما اخلي اه اكترسلك تتحداني انا ما ترسلي اليوم مهما يتعد شن تعد بزراني كنت تبحط عليه دران ما في شي قوي يعني ترد ما قلت لي شي قوي انا تبيني متى ترسلك خلاص خلاص انا قبت قل على مئتين دولار المهم فشي حلو الاي كلاود اتمنى نوصل لمرحلة جد يغطل جهاز كامل العالم كله بالانترنت السريع سبيسيكس خلى منها تبكير فاك الحرفي انا طلعت انا موجودة بس انا اتكلم انترنت يعني مثلا 400 دقيقة 400 ميجا مثلا ميجابيت 400 ميجابيت 400 ميجابيت في السرعة فإذا عادتنا ذا الشي يمكن خلاص ما بيذكرها في الجهاز التوتيرات كافين في ايش يستخدموا انا صوري كلهم احذفوا من نفس الجهاز برضو ما انا من الاشخاص اللي يحتفظ بالذكريات لا يعني ما خليهم من نفس الجهاز او في نفس البرنامج الفوتوز لحق الجهاز استخدم البرنامج ثاني احفظهم اكثر شي يستخدم الفايلز برنامج الفايلز اللي في الجهاز الهو الملفات يعتبر حياتي كلها فيه يعني هاذا بكلمة واحدة بس حياتي اقدر اقول لك حياتي كلها فيه اقدر اقول لك حياتك اللي هذي تقدر تنزل عني اغنية حب يعني مثلا في ملفات اندي لو اني تروح مني ارسل ارجع ارجع الفاض فضائي هذا المخد اذا مسويه هذا مسويه هذا يعني ملف لا انت فضائي اعترف انا الرسيرت امسوي كل شيء قل قل انا فضائي قل 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 انا فضائي انا فضائي انا وضائي انا خريطة فكلاود اندي اهم شيء وعندي اتمنى الشركات تقدر تسوي اول شركة يمكن تسوي اول شركة تسوي اللي سوت البلاستيك هواوي روبي شرط رايزر حلو الفكرة لكن الى الان وقت مش مناسب صح ما في شركة الان تقدر تسوي دي الشيء الا التقطية تسير قوية يعني ما اقولك ما راح يقل الداتا لحق كل مكان في العالم مثلا 100 ميجابيت مثلا في سرعة الانترنت هذا اقل شيء يمكن عشان يكون نتمنى لا عشان تسير ذي حقيقي عشان تصير ذي الشيء حقيقي يعني او خلاص غمر صناعي وخلاص تشتغل في كل مكان لان الابراج عندنا بدون داتا ما في كل مكان تقطير المهم ان في المستقبل وان هذا الاتمنى يصير ان كل شيء راح يكون على الانترنت ما عندنا مستقبل لازم نوصل حقيقي الشيء لازم المهم خلاص من الابرالتيفي والابرالتيفي اه اخبار تقولك تكلم نعلم بس ما تساوينا الموضوع يبالها موضوع ما يبالها موضوع ان ابرالتي تخش على الجيمينج ان ابرالتي تخش على الجيمينج شلون شلي تفكر فيه ابرال تقولك ان هوا هدا اول مرة تسوي تفكر في هذا الشيء ان يعني ما مرة سوتها ابرال مثلا اللعبة الجديدة تشتغلها جميع الجهازات تقطع هناك خفيفة هناك ثقيلة هناك تمشي بس ان ابرال تقولك هين بتنزل برامج او بتعطي ميزة حق المبرمجين ان من كثر ما هي اللعبة قوية مثلا تكتر تحدد المعالج المناسب لها بس اللي اشتغل عليها مثلا تنزل لك لعبة وتشتغل بس على E14X مثلا او تشتغل عليه E13 و E14 مثلا بس ابرال يقول لك ان خصن الابرالتيفي تخيله ابرال تبي ان نزل علي E14X مثلا مروحة او و اي في مروحة هاي هذ زيادة علي اي او و اي اي تفتح مجال ما بصعب على ابرال ما بصعب يعني ما بابتكار قوي لكن تفتح مجال ابرال ما يحتاج ان تسوي يعني تقدر تسويها بعد بكرة سبع الجاية تقدر تسويها لكن لازم قبل تسويها تجيب أمثلة جيب متعار متعار المطور يلا عندك يجبون هذا والي مع القنش نمع عندهم كلامة حين ترى جارسين يشتغلون من قبل سنة مع المطورين في مطورين جارسين يشتغلون ألعاب خصيصة لحق ذي المعالجات اللي قدام رح تصير بس مبرضة لحد يتكلم نشوفها قدام يعني في أشياء قعد تشتغل عليها بالله عشان تيجي في المؤتمر تقول لك أوكي شوفوا اللعبة قوتها بيشتغلوا على مربع شوف ايه لازم ايه هذا الشي شوف تذكر انا اقول لك يوها تذكر جلسنا ليلة قاملة لا بس احنا قلنا نتكلم عن الكنة ونرجع مرات ثانية معاك قلنا نتكلم على الـXX اللي لديك الفترة XR6 و ARM لا بس انا مؤتمر ايه مؤتمر انا تكلم عن دخلة أبل للجيمينج قلت اكامف في انتظار مثلا دلوقت حلو لنتخش الجيمينج صعب بذيك الفترة تسوي الألعاب وترجع تشيلك وتحطك مرة ثانية هنا احين تتوهقون انت ولو تنقلون ARM على الـ Windows نفسه حق هذا المشكلة بس احين قبل وقتها بتوقع في انتقال ثاني عن بعد سنين مثلا بس انتقال لحين هذا الوقت المناسب ان اقبل تنتقل حق ARM وتبدأ في الألعاب صح ونشوف قدام بسواتها خصوصا انه في اخبار مثل ما قلت اكلم برمجين قلت ان يشتغلون من زمان معابلة حق العاب وعلى معالجات محددة وبرضو في اخبار كثيرا ان ابل بتنزل كنترولة خاصة فيها تقول ممكن من معابل تيفي تنزل حسنا 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 حاليا 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 هذا Genshin Impact هذا احلى لعبة في الموبول ايوه هذا احلى لعبة في الموبول دقيقة في الموبول ليش انها تشبه زلدة بس زلدة يعني الكاركتر اناميشن افضى ان شاء الله يعني مبين عليه انها حرفيا انها مثل ما قلت انا من قبل فيديو القبل اللي هيالريتش بور الرتش بور رتش بور رتش بور رتش بور بور فرسن المهم خلاص بدشي عالي بس ينتكلم انت احني لطباعك على شي فاقول انها الأداء يعني غصل لو انها الآيف من يقولك في تبريد خلاص بدئجتي شوية ثبتوا ثبتو على ستين قفلوها على ستين ويرفعو للدراستين لا لأنه بس تثبيت على ستين و رفع لدروسستن يعني إذا دخولك على ستين أنا تتكلم عن جهاز أنت سمكة ثماني ملمتر بس أنا قاد أتكلم عن السوسي نفسه لو أنه مكان مبرغ وهذا بيصير جامب هناك في جامب طيب لو صار أقوى من والسوسي اللي عندك مثلا شوي مور يعني هانغري لحق الجوز أو البطارية كهربائي فشلون بيصير أقوى فالأشيالة كلها في مبروف قوي نفس معالج الآيفون لو ينحط في الجهاز الثاني فيت مراوح مثل أبرو تيفي معنى أبرو مرح تحطة إن شاء الله ما تحطة تحط الأكس لازم تشوف لها حل في الأسماء المعالجات أوكي كل سنة نمشي مع اللي A14 A15 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 ليش متى 865 بلاس دخل ما نبيها حلو بالA أوكي أبل يمكن 14 13 15 حلو الكلمة ذي الحرف ما رح يكون رقم حرف اللي بعد الرقم لازم لدائي لازم علق لرفرنس ما لا لا يعني مثلا مثلا T اللي بيسمونا لازم لها معنى معين أبا مام تابلت مثلا A14 I أو P لا لا قلت لأن لسوا ذي الحركة ينجبر المعالج اللي هنا ما نقدر نسيله ونحطه في جهة ثانية مثلا P فون مثلا أردت شلون المعالج نفس اللي هو A لا يبادي قصدك هذا من نفس اللي هو A بس أوكي ما دللش سميته P مثلا فلا يصير ل مش محتكر على نفس بس بس لا حرف إنها وقبل ترى من الشركات اللي تحطيك شيئ ما تفهم لأنت يعني S E بش ماعناته بعض هم قالوا سمو قوموا يحطون الأسماء بس تنامشي C ما حت تكلم عنه هذا أقرب رفضة انت تجيب الكل بس إنه بس إنه وثاني شيئ لو تحط مثلا T لحق تابلت تابلت الإيباد أنزين طيب في معالج الإيباد يقول لك في أكثر من معالج الإيباد مثلا في أكثر من معالج الإيباد في الـ Air غير الـ Pro معالج الإيباد الـ Air معالج الإيفون أي الـ Pro معالج هذي الـ T مثلا والـ Z اي مثلا ونفس المعالج هذي ممكن ليش ما تحطيها أقل واحد مهم هذي المشكلة رح نننوجه أسماء لازم تشوب حال أبل تيفي خلي خلونا اي ثري اي فايف اي سي لا تضيع زيادة بعد برضو أحس إن المشكلة بالحال هذي تسمية المعالجات الحق الفئات اللي عندها هذي المشكلة أنا لا أفهم معالج الساعة أبل S شنه سمو سمو سيريس لا لا أعمل ما نبي المعنى لكن نبي شي نحفظ بسهولة محل أبل داخلة يعني في الـ gaming لا مرة تخش بالـ gaming البداية لا تخش gaming البداية خصاً مرة مرة دو ما تخش gaming لازم البداية تحفظ المعجبين حقين أجهزاتها القدامة اللي هم حقشين هو editing وغيرها إلى الآن Final Cut Pro ما دعم تصوير مع دلبي فيجين والأشياء دي حق ليفون iMovie دعمتها لزلت له يعني في برامج غبية كلبس وذي اللي خفيفة دعمتها Final Cut Pro ما دعمتها إلى الآن أخبار تهم غير كاتبين Final Cut Pro coming في شيء في المؤتمر بيسرع Final Cut Pro هذا التأخير حقها يمكن الـ performance كيف رح يكم لا يمكن قابزك يعني الـ design قوي جديد لدرجة أنه ما هو Final Cut Pro Final Cut Pro حسن يستاهل إنه يجيب طريفه في مؤتمر يعني ماذا أوكي بس أنا قابز تكلم عن gaming نفس ما أنا قابز تقولها أول شيء صح المؤتمر ما علي بس لا هذا في الأشياء دي بس أنا نكلم من المؤتمر القادم المؤتمر القادم بس تثبت وجوده لحق المؤتمر القادم ليس بـ لا المؤتمر القادم هذا حق الـ المؤتمر القادم هذا حق الـ الـ يلا جاهزتوا كل شيء نبي نسوي شيء واو نبي نخلي الأخبار ترجع تتكلم عنها أتمنى صفعة قوية لحق الشركات الثانية أنا من قد ما أحب أبل أمل وأي إنسان أتوقع أنت لو تحب سامسونج وغيره لتساوي الشركة ما بحلوة إن الشركة واحدة تكون في دي المجال كمشي بالحالها أبوال إذا جلست أحين والقفز القوي اللي بتسويه بمعالجات ميهنية ما في معالجات الآن راح توصل لها خصوصا بعد سنة أول أول أو بالأحرى ما في معالجات بتوصل عليها بالـ بالفورم فاكتور أي يعني ممكن يجبونها بس اللهم لازم أكبر أحر فلازم في منافسة تصير وأنا عادي عندي مثلا نقول لك إليها كبداية أول معالج من أول فئة انتظر فرد العضلات السنة الجاية تكون أقوى يعني كبداية بس مشوف الشي الواوي اللي بيكون قبل الآن أوكي تسريب ثاني برضو في ثلاثة جهزة بتنزل الحين موجودة في البيتا شوف الماكو اس 11 الماكو اس 11 اللي هو بيكسور اللي بينزل ما نزل الآن بيتا وصل عشرة مدري كام سبوع اللي راح نزل حق المطورين هو ما نزل السوفتير السوفتير كان ينزل في أكتوبر مش كان ينزل في أكتوبر أنا كل هاشخاص أقول لهم في أكتوبر لأن السنة اللي راحة كلها ينزل في أكتوبر أبل بس أبل تكتب كمينغ بس أبل تكتب لك بس أبل تكتب كمينغ بس أبل تكتب كمينغ بس أبل تكتب كمينغ بس أبل تكتب كمينغ لكن المشكلة بيكسور سبوع اللي راحة كل ما حد نزل حين البيتا كان ماكو اس 11 نزل حق المطورين ماكو اس 11.0.1 ما نزل ماكو اس 11 نزل ماكو اس 13.0.1 نزل بيتا 0.1 اذا هم بتزير بيتا فتوحوا الملفات حقاتها كلها وطلع فيها 3 ماكو اسجلت على معلجتها هدا الانتظار حقها موقف 3 ماكو اسم ايه يعني نقول بوك موقف او اير وثنين برو ليش ليش لبتوبات ليش موب بالتابلت تابلت ليش موب بال ايماك لا لا متوقع الايماك سأتوقع الإيمار كمتاخر مرة أحد في الإيمارك لا تحديد ما هي الريديزين نفسه هذا من 11 سنة مدري من كامل لو بتكلم ريديزين كامل ونحفوه من 8 سنوات من كام صار نحيف بس الشكل والواجه هذي بالأبيض صار ألمنيوم وكان سميك نحفوه بس صار نحيف في الجن بس بس سنراء قبل 6 شهر نزل الإيمارك التهريط الجديد نرفع هارد ديسك تقريبا صار قوة الإيمارك صار أقوى من الإيمارك برو غيره وش غير المعالج في معالج وشيال يغيرو فيها ووقفوه شي اسمه الهجين حقهم بالهارد ديسك فيوجين ووقفوه فهذا الأشيال اللي سوتها بس نشوف المؤتمر غادم أتوقع أتمنى أن يكون أقوى مؤتمر حق قبل ديسك هل راح ينفس شوف لأن هذا المنتظر يعني بتأكيد هذا الشي الجديد لأن بتأكيد الايثون بصير أقوى وأحسن وأحلى من الايثون القبلة بتأكيد الايباد بصير نفس الحركة شوف السنة اللي راحت نفس الوقت يوم نزلوا الماكبوك 16 أذكر يوم فتحت سناب شات تحت تكلمت الحق الناس قلت لهم ترى أبل بتنزل شيء الأشخاص اللي عندي في سناب شات إذا كانوا يذكرون في نهاية أكتوبر نهاية نوفمبر قلت لكم وبعدها بيومين نزل ليش لأن أخبار يقولونك أبل بتنزل جهاز ماكبوك 16 إنش ديكلفات الرس ما نزلتها شوي ما بيجي بطاريهم هنا اليوتيوبر جسين وغيرها كلهم اليوتيوبر كذا فاجئ كلهم ركبينوا الطيارة بيصافرون أذكر ذكر ذكر ليش كلكم بتصافرون أذكر حتى ناس كثيرين بعد ودا حتى انتلجي جسين يصافرون حروف الجو يعني ليش يصافرون كلهم وليش كلك برية يعني مكي بيش دي وهذا مكي بيش دي أذكر كان عند الـ iMac ما الـ iMac Pro شح الـ iMac Pro مصور في هوتيل مدره وشو ليش كلهم مسافرون في الوقت شو طلع ماكبوك فلشير طبعا من الشركة حتي يوم جالس يوم مسجلوا بال ماكبوك برو مع سيد اسمه يوبر ما عارف السوء فتر عليه شو الكلمة ذي عجبتني فتر فلشير بس يقول نحن الحركة اللي سويناها حين علشان نفهم الناس ان نحن ترى ما نسعين اللابتوبات نحن يعني نحن جاسين يشتغل لا تحسبون ذا القطاع ان نحن توجه لان نحن بالناس كثيرين بيحسوا ان بيحسوا ان قبل ساهل اللابتوبات لاننا عندك كيبورد اه صارت الحرارة اللي صارت فهذه الشي توقع عندنا حتى الـ 16 إنش ترى ما بسطع يعني شوية روم شوية خلي تنفس بالإنش الزيادة ويمشى نحن إليها 16 يبقى الكلام من 15 نحن أنها يمرفعها فهذا الشي ثانية حاجة حين الجهاز يعني الـ 16 إنش خرى الـ 16 وبيحطون عليه منشي اللي بيسمون في الجهاز الداخل حسنًا و 4 مليا مليا مبي و 4 مليا مبي حسنًا حسنًا بس في المسافه غليلة عشان نخلص أيضًا من حق الطيران فالمسافه الي داخل انت ليش دي مباشي الكلنغ عليه انت وصلت لمرحلة انت كيف انت لتكلم عن عندي دل السلوشن لحق جهاز الexcel mezi6 يعني في الاشياء هذي لا يمكن يخترب المعالج البرودة من البرودة العالية يعني انت هاتف جهاز حقك لا لا هو إذا الكولر كبير الهيتسين كبير ما يبرد الجهاز يبخر الحرارة عن الأسوسي بسرعة ما بيخلي الجهاز باع الأسوسي صالب عشرين لا بس ما علي بس إن هذا الدرجة في أشياء إنك بس خلها خلها ترصي الاربعين انت تتكلم السلوشن بس حق تبريد اي 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 انا إني جالس أتكلم أقولك حتى لو حطوا جي بيو معه في شب واحدة و يعني بالكثير مثلا نقولك المدربورد بيصير أوكي دابل آيفون على دابل آيفون لا نفس الآيفون دل عندك انت 6.1 لو حطوا جي بيو كبير كبير كاستوم ميد جي بيو نفسه اللي هنا يعني حين المدربورد وكلها هذي هنا خلاها منا حط جي بيو هذا الكبر في أكبر هل ماذا بيقولك؟ لا يمكنك كلمة الآيفون أو يابل أو يابل أيضا لا يابل أيضا ويابل والمدربورد بيصير ايفون كبير مستخدق مستخدق يكون بطلق مستخدم بالمون الآن هذا السلوشي اللي قاعدنا نتكلم عنه في المراوح كبار بالنص؟ اسمعني بي اسمعني بي اسمعني بي الفضائيين سواء الارم امسح 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 اوكي مراوح كبيرة يحطونهم المصير الفاتحة تصير اوكي يقلبوا الماذربورد الماذربورد بيصير كده بدا كده اذا عندك لابت بتعرف يقولك هذا الباك يخش من ورا يجي من يصير كده وبنك لابتاريات ما هوها مراوح ثنتين كبيرة كبيرة جدا وما تدور بسرعة لماذا؟ لان اذا كبيرة ترتبخ هوا كثير ثم تدور بسرعة ما تطلع صوت علي علي شوف معني كلامك صحيح بس انا حيلا جلست معاك وانا في حين وهي تسمع لابستيشن علي صبير صبير احنا نجلس معاك وانا بنصنع شي احنا عندنا حين الجهاز وعندنا يشتغل وجارس يشتغل يوصل مية مثلا لأن الحرارة يصير درو على معالج والتبريد اللي عندنا وكل شي انا نتكلم عن اللي هي البعد نانا عايد يقدر رفع الحرارة وكل شي وخلونا مثلا نقولك ما تشتغل مرواحة الا على ثرم ثراتل من بيطيح ثرم ثراتل تشتغل مرواحة يسوينا مثل دايمان مالي بس انا قاعد اتكلم لك الحين على الاود يعني الـ نفس الصوت اذا سوو هالحركة حتها لو اذا ماكس ماخر قوة الجهاز الجهاز تلمس انت الحديد الجهاز يحديد في ذو الصوت متمع المرواحة بس انا اقول لك احنا عندنا جهاز موجود وكل شيء وجاهز مع تبريد وجالس يشتغل عليه اي ناين الله مصلح نابي اي ناين يشتغل عادي زغراطي ان شاء الله يشتغل عادي اي ناين اي ناين جينا بنحطه على اي ناين اهنا نقول لك لا تقول لي تجيب لي لحق التبريد احنا لا اهناك لا اهناك تيجي تفكر جهة ثانية بسبة الهيد اه سبراتر اللي على الاسوسي الاسوسي يحبس حرارة ويضل حار داخل ما علي علي بس انا انا جايب لك جهاز اي ناين في اي 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 انا اقول لك انه الحرارة ما تطلع برا عشان يقدر يوخرها فلازم عندك الاسوسي حين لازم يسمونها بيلد لازم يلقون طريقة ما علي اتكلمك بس انه السلوشن مراوح ولا اشي داي انا السلوشن داي مكفي و موفية اللي موجودة الان لل للان واجد يعني لازم نغلل منها نغلل منها الجهة الثانية الجهة الثانية الجهة الثانية بتصير يعني مكفوف و وزيادة بس اللهم مثل ما قلنا نحن لازم السلوشن معنهم نادر الناس سلوشن نشغلين على سلوشن خاص به بالضبط يعني بتأكيد يعني بيلد ويعني مافي مكبوك بوك تشترك تفتح ورد تفتح اكسل لا لا هذا هذا بس اللهم ما يحطون عشان تبع الحرارة مم معجون مم معجون هذا شو اسمه البدل اللي نسيتم هذي اعرفت اعرفت او الناقرافيين حطونها عليه وحطونها قريب الشاصي بس اللهم مو ثك شوي عشان لا تنضرب مع القطات ممه ماذا هو جهاز فالان ماكبوك 60 انش النحاف اللي رح تكون فيه أحين بارجع في بروح يكون فيه لازم نرجع حتى تطور لابتوبات كم سنة ما تطورت لابتوبات؟ انا اشوف التطور لحق لابتوبات اخر واحد كالالترابوك هاد اخر تطور 2016 2017 في الالترابوك 2016 2017 هذا اللي صد ثن اللايت صارو ثن اللايت هاد الادخلت في الحرارة مع هذا مع معلجات انت مع معلجات انت ابل احين بتخش على ذا الشي انه خلاص ليش ما ابل قلبت ام دي احسن لا ان شاء الله الحمد لله ما يقلبتوا يعني احيانا يصير شي تقول الحمد لله ان الصفعات اللي جاتك دخلتك واقع احين رح تعيش عادل التطوير اللي رح يكون في اللابتوبات الحين الان الشركات الويندوز يتقلى لازم تصير غالية اللابتوبات فانتظروا ان كن اللابتوبات انكم غالية او تحوى الارض لازم التطوير اللي رح يكون في الماك بذي السعر اللي موجودة هين انا اتمنى ابو ما تنزل السعر بس قيمة السعر الجهاز يكون فيه يعني ما تنزل السعر لكن تحط لي اشياء تغنيات مش موجودة في الجهاز قلبي ترك بطراب اكلمك انك فهمت فهمت انك لا تنزل السعر بس زيدي تقنيات قيمة اي حطي قيمة فيك لا انا اكلمك 60 انش مثلا تخيل 60 انش تشتريه والشركة حطتلك اشياء عشان تخليه 3800 او 400 بس انت الحين اللابتوب اشتبي فيه التقنيات مثلا اول حاجة اللي بتحط فيه PSID بتحطه التتش باد لازم تكبر المساث الكبير اللي في وقت يكبره هذا هو الحاجة الباد اللي موجودة ما توقعنا بي سونا كبر منه لكن ويرلس الشحن يكون ويرلس الشحن يكون ويرلس ويرلس اللابتوب ولا الويرلس لحق الجوال شحن الجوال مئة واط مئة واط مثلا يعني اقدر اشحن امتن اشحن لايبوات حق مو بلايبوات اشحن الايفون حقي وانا طالع رحت الجامعة وخلص من الجامعة ورحت المكتبة وخلص من المكتبة مثل الدوام ورحت الكم واقدر اشحن انا بيبس اللهم الشاشة مئة المئة كاميرات ايفون تنزل هنا خلاص اي خلونا نفس ال HB القديمة خلاص اي خلاص اي بس اللهم لازم تصير بس المسابه حق الشاشة تكنس لازم يكبرش عادي ابل ما مرة تكلمت عن الشاشة نحيفة تكلمت عن الجهاز نفس نحيف الجهاز تقص من اشوه تقص من اشوه بمفوق 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 أبل تقول لك سج إن البطارية كبيرة لكن استخدامك للجهاز انت 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 مع نتاج خافي أنا شنو خافي والله أبل هذا موش الآن في المستقبل في المستقبل أنا خافي اللي بينزل هذا لا توقع فيه أنا اللي بينزل 100% ما رح يكون في شي قوي لا ما رح يكون أنحف وزن خفيف جدا أدواء أقوى من اللي هي الانتل 100% ما رح تسوي أنت إذا مصر بس أقول لك أني أدحف وأخف وأدواء عمتني كأرقام وكباتري لايف شوف أنت في رفع في الأرقام أحيانا أنك ترفع الشي وقيمة نفس القيمة بس أنه دبل في الأداء هذي شي واو عم كلون ويتمون القيمة نفسه بس أنك أنت أنا مثلا أنا قاعد أبيع الجهازي بربع ألاف والأشخاص يشترونا لأن الحق ذي الحق المنتجين 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 ماشات المنسخة المنتجين المنتجين عادي يدفع نفس القيمة برقوهم دبل اي ديك ما فرقت معه انا نسبة كبيرة ان هذا مدخل حياتهم والجهاز الثاني انه شركة اصلا شركت لهم في بعض احتمال فهذا الجهاز نجي لحق الـ Air الـ Air يبون بالطريقة عطني شاشة شلي ابي زيادة اوكي الـ Air على كم الـ Air تغلب من حجم شجتي كده يعني لا تلتعشر اش كده يعني م ما بهض عائش Однако اي 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 ابي 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 وضوح اوكي و ابي يمكن يقدرونه بدقون ما يا ربحة كم يدخل لان شخص اللهcents هouble الردي موجود على فوق ال FHD الردي موجود على فوق ال FHD نعم فوق ال FHD 1000 و مدري كم طريبا و الردي عندها يعني لان اشخاص اللي مثلا بيشتري انت لازم تعرف الاشخاص كل فئة محقشنهم لكن لكن ابا مرح تطلك في الايباد اير شيء مش موجود في في المطبوك يعني اي شيء ينزل في في الايباد لازم يكون موجود في المطبوك برو 16 رنج الشيء اللي بتساوي هاني يجي الحق المشكل 13.13 13.3 1600 ما هبكو هاي بس فوق 10A FHD مابا بلاس اما هم اقربت الحق 2000 و شاي 4K 1400 مدري 2000 فقربت فهادي الشيء طبعا ابا تقدر تنزل الروسلوشن بعضه ف 2400 اوه فليش شيء هادو حلو احنا ترتيب حقهم كيف يسوينا ما انادري لكن انا شفت شفت الكلام اللي قد نسوي هين احنا فرحين نقدر تحسنا صاروا اللابتوبات عجينة تقدر تلعب بيهم هاي بنا بسة اهم انا قلت لك ما معطينها الراحة تبدع احين انا كان عندها رقوبة رقوبة و انتل ايه الراحة تبدع عندها بس الاشدار الهاردوير الديزاين ما لهم ادلاء معا لهم يوم نزلوا الامينيوم نزلوا خفيف تأثير سربة البطلعة و الرفعة و الفرابيك هذي صوت الالتراب ايه بس الحين عندها الاشدار الهاردوير و الهاردوير يعني نفسه الهي المانفاكشرينج كل شيء على الاسباكس وكل شيء تتبعها و تسوي اللي تبيه فالجدار الوحيد اللي أبقى لها الساكين و الثرود بورتي ادلاء 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 ما اتوقع ادلاء رح يكون لهم انا نشوف اهم صجي نسوي كمان حركة انا نزلون تطبيق قصب ومنزل تطبيق قصب تطبيق ميوزيك لا لا شوف علي شوف البداية شو تتاوي انا تكيها ادلاء المطورين يسوون البرامج لحق الماك ادلاء ادلاء ودلعت المستخدمين اللي احنا نزلوا البرامج لحق الايباد والايفون في الماك يلا ضوقة من هنا شوي خدوا المييزات من هنا ويلا انتوا سولوهم شي قاعد يعني هو بالحال السوكتوير الجريد بدون اي ذا في فاتحة في تنفس قوي رح ينزل يعني هاد الشي اللي يعني انت تخير علي تشتري برنامج في الاندرويد عندك تروح حق الماك نفس الاكاونت انتوا ردي شريء ينزل عندك في الماك في الماك في بعض الالعابة قدرش تريهم بلاي سيشن فورا اخذهم بلاي سيشن فورا بلاي سيشن مثلا بس انه قبل خلاص بنتفتحت لك قبل انه انت عندك في السامسونج تخيل انك تحمل برنامج تفتح الويندوز حق لابتوب بتقدر تنزل البرنامج نفس وتكمع ليش يعني ما اقربش له هاد اللايسنس اللايسنس او سوسكريبشن هاد الحركة الحلوة المرونة اللي بتشوف هوا وش بتسويه اوه اي شفت انت عند الحركة انك تحط الجوال لجام عشان يرسلهم مع ان النسخ الرافيوات اللي معطينا للناس وهذا كانت في مشاكل ما تشتغل عدل قديمة هذي لاسنة تغريبا السؤال قاري يعني نزلوا حتى البرنامج السيارة انك تفتح السيارة بجوال حقك شفت الفيديو حقه ما انا جلس جلس موجود الفيديو قرب مبرضي تشي موجود المكتب اللي قبت يوم خلا ما مر علي موجود المكتب موجود المكتب المهم موجود المكتب نخلص هنا انا شوف ان الارم بالحال ها يبيل انه تحس انه فيديو الحالة نتكلم عن ابل في دي الارم وكيف التغنية ونتكلم عن الشركات الثانية كيف الانتقال دي الشي اهو المستقبل حتى في وندوز كيف راح يكونون دي الحالة في فيديو الحالة راح نو ترى الشهر دا ش اللي في جديد بيكون في التغنية BMW ülس المكتبة المكتب الممبل المكتب المكتب أبي أجمعهم يعني لا ماكسس 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 ليش اكسس نا جمع اكس ما في اكسهم ماكس 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 او بتجمع كلمة ماكس موش الماك اوكي اوكي امهم انا رحي جمعتها بذلك الماكس المعالجات تتكلم عندما عن ماك اي ماكس اوه سامحني يا الاخوية الصفير المهم صوته دبا لعمره اوه صي كم من عنده لحية المهم ف هذ اللي عندنا الشياء اللي نقدر يعني الول بلاي ستيشن بلاي ستيشن بلاي ستيشن 12 12 وبيجيلي بعد 24 ساعة مش هم بدر بي اليقب شوي يعني لا بيجيني بعد 24 ساعة من 12 اذا صار 12 ديسمبر اوه اوه إذا جاء بعطيك يا تسوي انبوكسنج نفس الماكس مثلا يفيد الوقت نفس الوقت ذا لان هذا الوقت ذا لازم نخلص لحق بلايستيشن اليوم بداية الأسبوع مؤتمر أبا لحق الماكس نخلص بلايستيشن، ذا الأسبوع ذا يكون حق بلايستيشن الوقت ذا لبعده لحق استخدام كل ماك وبعدها إن شاء الله بكم الأسبوع لا أمم اشتري متاخر بس بعدها في اليوم سبوع ان شاء الله ال by Xbox Series X وبعدها بكمل سبوع؟ ا با بعدها ان شاء الله إذا قامنا بمتقدرها بعمل ال by Xbox Series X عندما ينزلون؟ Series X ينزل في 9 نومبر قبلها؟ ايه قبله بس انا أقول لك بشتري إذا تابعت اشتري لي مأقول شيء انا اذا قد تشتري لي مأقول شيء تتلية تبتشتري لي اوكي نشوف إذا في شي رد زين عدقل شغلا رد دمانشن ما هذا الشي سوى من اللعب ليكون ذي حركة الوالد اللي ان شاء الله ان شاء الله ها تقول لي ان شاء الله انا ما تسويه ها تقول لي ان شاء الله يقول بنت اي تخلت علي بنتك اسمح تخلت علي بنتك قد قل لي او انا كالوربين شبال حي هي تهضري تتخل علي انجليزي انا طلع عليها سبيشتون كوكب زمرودة قد اقول اي اي شاء الله قد اقول بازرة يعني ت서كل الوان تسكل الوان يعني مخي انا اقول بازرة تأكل الوان رفعت له الوان قد اقول تقول تقول باكل تقول لي لا ما يأكلونة انا انصدمت ليش لم تنبذرة خمسة forte شوى يضل صعر خمسا انا خمس سنوات خلط وين صغير عمرك 5 sen يمكن نت حى أخذ شوعك 1 مرّة تكلّر رمض يمكن مرّة تكلّر ألوان لا شريكت بريهم صورتي ونصير بعد المهم مادري خمسانوات مبازر كنت برّة لا تظلموني كنت برّة وكنت جوعان المهم وانا حطّها حندف تيمية وقلها باكلت قلّي لا لا تاكلها ما باكلها قلّها وانصدامت وانقبت قلّان على الكبرة هذي يأكلونها أنا يوم الرّاوضة ما بقى قلم صبورة ما شفطت عليك لا تضحك ترفصلوني من الرّاوضة أذكر كلّبت الوائد قلّي على سلفة الفصلة قلّي أنا أول مرّة شوف واحد يبصلوني من الرّاوضة أنا أول مرّة شوف واحد يبصلوني من الرّاوضة شان يبصلونك من الرّاوضة المهم موضوع صار طويل نخلّص ونوقّف حين ففي نهاية الفيديو انتظرونا بكرة نتظرونا بكرة نتظرونا أسبوع القادم نشوف الموضوع اللّا راح تكون فيها أسبوع القادم تشوف ما نقدّي نتكلم ما توقّع مرّة أسبوع ما في شيء في عنا في التك أو الأشياء فضايين في الحالة تظرونا أسبوع القادم راح نقدّم لكم البودكاست جديد بودكاست أربعة فضايين لا بودكاست أربعة في كوكب زحل هناك راح نكون معاهم درسين كوكب اكشن كوكب اكشن في باتمان هناك في نهاية الفيديو تشاركوا بنا تشاركوا بنا تشاركوا حساب بلساب شات وعمل لك الماكتعوا ونشار الماكتعوا وآسف إذا كانت تلس ساعات طويلة لكن هي كلها دردشة فأتمنى دردشة 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 ما ما يحتاج يطلع هنا بس تسمع الصوت إذا حابب تسمع الصوت تسمع سوالة فينا يعني وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله اشتركوا في القناة